السلام عليكم يا شباب لعلكم بخير ان شاء الله النهاردة معنا المحاضرة الخمسة بيوميكانيكس بعينوين الريجونال بيوميكانيكس وفني جوين فطبعا المحاضرة لي مش بس ني جوينت هنتكلم فيها برضو عن الانكل جوين فتفصيلا كده هنتكلم عن الني جوينت هناخد عضلات الني اكستنشن وناخد الاكسترنال لود والانترنال لود بتاعت العضلات ذات نفسها وبعدك هندخل في الفلكسور وندخل برضو في البتيلر تراكينج وبعد كده في الاخد خالص نهاية المحاضرة هنختم بالانكل جوينت ونشوف بقى المفاصل اللي فيه وانواع الجوينت اللي فيه والأستيو والأرثور وكينيماتيكس فنبدأ دلوقتي طبعا الجزء الاول بالني جوينت بعد كده نروح للانكل جوينت فالبداية كده بيقول لنا تعالى كده نشوف المسلز عند جوينت انتراكشنز المسلز والجوينت اللي موجودين معنا في الني جوينت دي كده اول عضلة او اول مجموعة من العضلات بيدابعة موجودة معنا العضلات لبتعمل او الني اللي هما طبعا ففيالتالي بيقول لك عبارا عن مجموع تم العضلات واول مجموعة منهم اللي اسمها فبالتالي تعال بيبداء ان هم يعمل لكم من العضلات بتاعت الفاسطسات دول هو اللي هما طبعا. اه لو شلت مسلا هتلاقي معاك فبالتالي بيقول لك كمان ان انت ايه? ده كده اول مجموع مستمعه معضلات تمانين في المية من الت طب بعد كده مين المسؤول عن عشرين في المية التانيين قال لك بتعمل لك الباقي من العشرين في المية بتاع التورك يبقى اكيد خلصنا التمانين في المية والعشرين في المية بقى مية في المية من التورك كله لو شفت من هنا ما تلاقي ان موجودة معك سوبر فيشيال لفاستس انترميديس فبالتالي كلهم كده على بعض الاربع عضلات دول بيعمل لك المية في المية من بتاع الني جوين. التو جذر الاتنين مع بعض وخلي بالك فيه كزا حاجة نتكلم عليها دلوقتي وكمان معها الباتلة وكمان الباتلة اغتندون طب بيعملوا ايه التلاتة دول? بالتالي قال لك التلاتة دول مع بعض يعني ايه بقى ميكانيزم قال لك ان بكل بساطة بيكون في بيبدأ يحصل معك في يعني فبيقول لك ده بيبدأ انه يعمل ده بيبدأ انه يشد لك الباتلة من فوق اذا انت خدت بالك من هنا كلهم طبعا مسكين في الباتلة فبالتالي لما يشدوا لك الباتلة من فوق يبدأ يظهر معك تايت نسبة من فوق من هنا وبالتالي الباتلة هي جزء التاني من الحركة وتالت جزء من الحركة بقى هتلاقي مين اللي موجود معانا من هنا اللي هو مين بقى الباتلة غتندون? يبقى التلاتة دول مع بعض الباتلة غتندون والباتلة زاد نفسها وكل العضلات بتاعت كوادراسيبس فيمراس يبقى مسؤولين عن الني اكستنشن ميكانيزم. ليه بقى لان بكل بساطة كوادراسيبس تشد الفوق يشد لك معها الباتلة. وكمان بعد كده الباتلة غتندون يحصل فيه بس انه هيتشد الفوق فيشد لك اه قدام طبعا في عندي وطبعا تبدأ ان هي تعمل لك الني اكستنشن. بعد كده بيتكلمنا على ايه بيقول لك ان ده طبعا الني اكستنسور ميكانيزم هيتخلي بالك منها. ومهم جدا طبعا في الاسئلة هيقول لك مين الكمبوننس بتاعتها تقول له التلاتة دول. بعد كده بيتكلمنا النقطة التالتة بعد كده على الني اكستنسور بيقول لك يعني اللي هم عبر عن بيقول لك ان هما بينتجوا ترك معين يفترض ان هو واحد مسلا قال لك اكبر من الواحد ده يعني بتلتين بيقول لك اكبر منه يعني مسلا واحد وتلتين قال لك ده بيكون اكبر طبعا بتلتين من فدايما بتكون اكبر بتلتين ده اللي انت المفوض تعفزه وما تدخلش نفسك في حسابات الموضوع ده علشان ما اتوه شي يعني. هي المهم ان هي اكبر بتلتين ده كده بالنسبة للنقطة دي. نقطة اللي بعدها آآ بيقول لك سروع ايزومتريك اكتيفيشن وبعد كان هتكلم على الاكسنتريك وبعد كده الكنسنتريك. طبعا احنا عارفين الحركات آآ الطيب سوف مصر كونتراكشن قال لك ان هي عبارة عن ايزومتريك وايزوتونيك. طب الايزومتريك معناها ايه? قال لك ايزومتريك معناها سبات في طول العضلة. ان العضلة سابتة لكن فيها تنشان بيتغير. لكن هي العضلة سابتة متتغيرش من مكانها. فبالتالي ده كده اول نوع. تاني نوع قال لك ان اسمه ايزوتونيك. اللي هو ايزوتونيك كده اخدها من اخرها. معناها تغيير في طول العضلة. تمام? بيقول لك الايزوتونيك بتاسم لنوعين طبعا اللي هما والكسنتريك والعضلة آآ طبعا آآ ياني لكن الكنسنتريك بيكون العضلة ده كده التلات انواع من الكنتراكشن. فبالتالي نتكلم عليهم دلوقتي. قال لك ان لو انت عملت في العضلة. والعضلة دي سابتة في مكانها او يعتبر العضلات فيها تنشان. بس ما بتدغيرش في الطول. فقال لك ان الكوادرا سبس بتعمل ايه في الحالة دي? تعمل طبعا للني جوين. ان هي بتحفظ لك على الني جوين كده في حالة وبالتالي انت قاعد في وضعية زي ما انت شايف من هنا. واحتعملت في الكوادرا سبس. فبتلاقي ان الكونتراكشن طبعا بيبدأ يسحب لك البتلة من فوق. ويبقى فيه تايتنس برضو وبس في تنشف في البتلة تندل. فتلاقي ان البتلة لو انت عملتها ايزومتراك اكتيفاشن ان البتلة تطلع معاك لفوق وبتلاحظها جدا. لو انت مثلا هتصلي او هتنزل تركع او هتنزل تجيب حامل الارض. بتلاحظ الموضوع ده كويس جدا ان البتلة تبدأ تطلع معاك لفوق. وحاول تجرب حي زي كده. وانت واقف تعمل في موصل. ده كده بالنسبة لاول نوع. تاني نوع بيقول لك ان العضلة هتكون وانت بتعمل فيها فده معنا انت في حركة هتتم في الجوين والحركة دي هتخلي ده يبقى في حالة. فبالتالي بيقول لك ان بتعمل خالي بالك يعني ده معنا ان انت نازل لتحت نازل في وهي هتعمل لك او هتنزل لك البادي لتحت في عملية زي ما هتشوف بعد شوية. فبالتالي بيقول لك انت هتعمل هتنزل وزن جسمك او يعني يعتبر كتلة الجسم هتنزلها لتحت. وبالتالي لما تنزل كتلة الجسم لتحت الكواترزيبس يبدأ تشتغل معاك في فبيقول لك ده عامل زي ايه بيقول لك ان انت لسه هتبدأ تقعد وانت في هتقعد او ان انت بتعمل مسلا انت نازل في خلي بالك او بيقول لك او انت بتعمل يعني انت كنت بتنطه لفوق وبالتالي لأ انت لوقتي هتنزل لتحت من النطة دي بيقول لك الكواترزيبس يبدأ تشتغل معاك كاكسينتريك اكتيفاشن آآ بيقول لك شوك ابزوربشن ده بالزاد في حالة يعني بيقول لك ان انت هتعمل شوك ابزوربشن لكن في بقى الحالات زي مسلا انت بتعمل سيتنج او سكواد او الكلام ده كله يبقى في حاجة كده اسمها اللي انت بتتحكم في معدل النزول بتاعك فبالتالي انت بتنزل ازاي في عملية او بتعمل فبالتالي بتشتغل معاك الني فليكسور مصل اللي هي لان دي حركتها طب بالتالي مين اللي هيعمل لك او دي اكسلريت للموشن او يبطق لك الحركة دي ويعمل لك كنترول لها مين اللي بيعمل كنترول دايما فبالتالي هتشتغل معك علشان ما تنزلش مرة واحدة في وتنزل مرة واحدة تقع في سيتنج او تقع في آآ لا بتقول لك ان انت تعمل دي عشان تقدر تعمل فيها بشكل كويس فبالتالي بيعمل هو طبعا دايما ايه ده ده دغيما انت خلي بالك منها دي تمام خلي بالك برضو ان هي في الجزء ده عشان دي بابرة عن حركة تعمل لعكس الاتجاه بعد كده اخر نوع من انواع الحركات او اللي يحصل في بيقولك انه عبارة عن طبعا ده معناه للحركة بتاعت الاكستنشن. فبيقول لك انه فقلا بيعمل عشان تعمل يبقى اكيد هتبقى مش فبالتالي بيقول لك ان انت بترفع عكس ان انت هنا كنت بتعمل لو خدت بالك هنا كان موجود هنا لا نحن بنعمل نبدأ ان احنا نرفع ده انت هتطلع على تلة معينة انت بتطلع على تلة او منحنة عائق جدا بيقول لك ان انت بتطلع لفوق او لسه هتعمل بينجك لسه هتبدأ ان انت اعمل وبالتالي انت بتبدأ وبعد كده بتعمل لغاية ان ان انت بتعمل مرة واحدة وبسرعة جدا فبالتالي ده يعني ان انت هتعمل مش هتنزل من هنا بقى خلي بالاك كانم العكس ان انت كنت بتعمل ايه هنا بقى العكس هنا بقى creators بقى خلي بقى من الفرات دي علشان فبالتالي بيقول لك ان انت هتقف من وضوية انت كنت قاعد وهتبدأ ان انت تقف فبالتالي هتبدأ تعمل او عشان تبدأ ان انت تتحرك في وضعية ان انت كنت قاعد وهتبدأ تقف في اي وضعية هتبدأ ان هي هتنتهي باستنشن هتبدأ ان انت تشتغل فيها ده كده بالنسبة للاسلايد الاول نروح للسلايد التاني. بالنسبة لسلايد ده بيتكلم على الانتراجشنز فدائما بيقول لك ان فيه بيكون بواسطة ودائما بيكون بشكل معين هنشوفه دلوقتي من الكلام ودايما طبعا معنا اللي هو الوزن اللي بيتعامل بجسمك او القوة اللي بتتعامل بجسمك التورك اللي عن طريق العضلات. فبالتالي بيقول لك يعني اغلب الانشاطة اللي انت بتعملها به يقول لك ان في حاجة كده طب كده يبقى عبر عن ايه يقال لك بكل بساطة احنا عارفين دايما ان النفصل اللي بنتكلم عليه ان دايما ده كده الطبيعي طب لو قال لك بقى عكس الطبيعي ان انت خليت ده يعدي يبقى هيعمل لك علشان هو ناتج من والكلام ده كله بيقول لك كمان هيعمل لك يعني هيعمل لك في اللي يبقى لان هو عالعكس الطبيعي انت مسلا ميلت الورا شوية او ان انت مسلا ماشي في وضعية اه مسلا يقول لك ان انت ده واقع هيعمل لك ده هيكون ناتج بوسطة فبالتالي هيكون مش انترنال لان بوسط العضلات بكل بساطة بيقول لك هيأثر على وهيعمل لك ايه بقى يقول لك ان اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي بوسطة لازم يكون بيقول لك اللي واللود زاد نفسه بتاع وزن جسمك مضروب في ايه بقى يعني هتضربه في فاليكسترنال مومنت ارم مسلا بالنسبة اللي هو من اول لان في مسلا اللي هو بيمثلك لحد يقول لك ادي المسافة لما بينهم هي دي اللي هتمثلك بقى ايه طبعا الاكسترنال مومنت ارم فبالتالي بيقول لك مسلا ان انت لو عندك هنا مسلا هنا عندك واقع في الحتة دي فبالتالي ان يجي نرسمه مسلا هيقول لك ده فبالتالي بيقول لك ده طب ماشي ويقول لك ده بتاع في الحتة دي فبالتالي بيقول لك خط ما بينهم هما الاتنين ادي يمثلك بقى المومنت ارم او الاكسترنال مومنت ارم هو ده كله على بعض وهيبقى ده المومنت ارم بتاعك من اول لحد ده كده بالنسبة للنقطة دي. فبيقول لك بعد كده ان ده دايما بيبدأ ان هو طبعا لازم ان هو يقابل او ان هو يعادل بواسطة اللي بقى لان ده كان يتني لك ويعمل لك لازم ان انت تعادله بواسطة اللي بقى ان هو جاي من العضلات والان هو يعمل لك والتورك ده كله على بعضه هيقول لك لان هو خلي بالك اللي بمعمول بواسطة عضلات طب انهي عضلات بقى قال لك وطبعا ده بيكون سابت فتخلي بالك بقى ان في معادلة هيبدأ يطلبها منك في الجزئية دي هيقول لك بكل بساطة في المعادلة دي ان انت معك بيسوي طب بيسوي ايه قال لك ده عبارة عن في لهم الحاجتين اللي زي ما قلنا بتاعت بتاعة اللي هو مسلاة عندك هنا الموم بناك وكمان عندك هنا اللوزة نفسه اللي هو فبالتالي عليك تضربهم هم الاثنين في بعض يبدأ ان هم يدو لك قال لك طب اللود ده بتاعك او الى بتاعها مش sein هيبقى ثابت على طول انهو دايما مش هيتغير فبالتالي مين اللي بتغير اللي بتغير معك هو بتاعك لو انت مثلا ميلت الوراع اكتر هيبدأ الموم تعاني يزيد معك اكتر لان يبقى موجود بستيرر اكتر فبالتالي دايما اللي بتاع الاكسترنال لود لان ده يعبارها عن المسافة بين بتاع الني جوين. طيب بالنسبة بقى الانترنال تورك الانترنال تورك ده قال لك بيتعامل بوسط العضلات زي مسلا من هنا بديو لك مصل تبدأ ان هي تعمل لك الانترنال تورك. الانترنال طبعا مومنت ارب بيتضرب في الانترنال فورس. فبالتالي ان الانترنال مومنت ارب بتاع العضلة ما بيتغيرش ما هو كده كده سابت يعني بص مسلا هتلاقي من هنا بتشدك ويعتبر معين هتلاقي من هنا مسلا تمام? وهتلاقي او موجود معك من هنا. فبالتالي دايما ما كان العضلة سابت وبالتالي ده معنا ان ده ما بيتغيرش. طب مين بقى اللي هيتغير بقى هو لان انت ممكن تعمل العضلة دي مسلا يعني عشرة في المية. ممكن لو حبيت تعمل اكتر عايز تعمل حركة بقوة اكبر ممكن تعمل بخمسين ستين سبعين تمانين حتى ممكن لمية في المية. فبالتالي اللي بيتغير معنا في المعادلة دي كلها بين الاكسترنال تورك والانترنال هي الاكسترنال مومنت ارم بتاع الاكسترنال تورك. وبرضو بيتغير معنا الفورس دي دا ما اصل اللي هي تمام? بكلمنا دلوقتي بقى على هنتكلم بقى نسينا من شوية نتكلم دلوقتي على اه قال لك يعني فيه قوة بتبدأ تحطها على كودراسيبس والقوة دي هنبدأ ان نحنا نشوفها دلوقتي. بيقول لك القوة دي ممكن نشوفها من او من اتنين عادي جدا ممكن نشوفهم فيها. بيقول لك المهم ان احنا دلوقتي هندغس الني مش الفلكشن. فخلي بالك من الموضوع. هناخد برضو التيبيا والفيمر انتبيا الاتنين مع بعض. بيقول لك بكل بساطة يا في البداية ان تمام يعني ده ممكن ان هو يتغير معاك. بيقول لك على عسب الني بتاعتك. يعني معنى انت لو عملت او زودت الانجل بتاع ني جوينت في حالة بيقول لك مسلا بص كده انت زودت الانجل هنا فبالتالي يقول لك هو بيزيد معانا. طب لو انا عملت لما زودتش الانجل وخلتها انجل بسيطة يبقى اصغر شوية طب لو انا عملت يعني زيرو ني جوينت هيبقى طبعا بالتالي يعتبر ان هو زيرو اصلا او مفيش مومنت ارم خالص. فده كده اللي هيكلمنا عليه في الجزء ده. بيقول لك يعني ايه بقى معناها ان انت هتثبت الفيمر وهتحرك عليها التبية طب دا بيتم امتا بقى بيقول لك لو انت اقعد في الحالة دي وبالتالي رجلك هتبقى في تبدأ ان انت اتحرك التبية الفيمر سابتة من هنا. وكل انت بتعمله انت بتحرك عليها التبية اه طبعا وبستيرغير. فبالتالي بيقول لك ده اللي بظهر يحصل معانا. بيقول لك في كل بساطة ان انت بتعمل على فيمر. فبيقول لك ان طبعا. خلي بالك ان هو بيزيد. فيبدأ صغير وبعد كده يزيد. طب بيزيد من اول فين لحد فين. قالك من اول التسعين بيبقى صغير جدا ويبدأ يكبر معك اكتر واكتر ويبدأ يحصل عملية لحد ما يوصل لي الصفر فبالتلنا معناه. بيقول لك ان انت بتاخد بتاعك. طب ازي هيا اخد المومنت ارم. قالك المومنت ارم عبارة عن زي ما قلنا مسافة عمودية. من اول اللي هو عبارة عن لحد طب اللين اكشن بقى هاخده ازاي ما انت لازم تسترجع الكلام اللي قبل كده. في او في بتاعك. قالك ان بتاع طبعا اللي هو اللي يعني من هنا ده كله. قالك بتبقى موجودة في النص بالزبط. في بتاعت في النص من هنا بالزبط بتلاقي ان بتاعك او موجود هنا بالزبط. فبالتالي ده معناه ان هي دي القتة اللي هان هاخد منها اللي هو عبارة عن الليق ويت. فبالتالي قالك ان انت لما تبدأ ان انت تعمل الحركة القدام شوية هيبدأ يتحرك معك او اللي هو السنترو في النص دي يتحرك معك قدام اكتر واكتر فبالتالي من هنا قال لك دي بتي بقى اكبر المومنت ارمى معاك ادي من هنا بتاع الني جوين وهنا معاك الاي فبالتالي قال لك ان انت من اول التسعين درجة زي ما انت شايف من هنا لو جينا رسمنا قال لك من هنا قد تسعين درجة فعلا من بيكون بصفرة اصلا يعتبر ان هو اقل ما يمكن قال لك ادي مفيش اصلا هما الاتنين موزين لبعض طب بالتالي لما انا اجت حرك شوية في خمسة واربعين درجة قال لك ابدأ ان انا ازود اكتر واكتر ازود فزي ما انت شايف كده ادي ده واقع من هنا في واضي من هنا فبالتالي قال لك هنا ان كل ده عبارة عن اللي بقى موجود معايا طب بص هنا بقى لما انا عملت الزاوية صفر او اللي هي فانا بالتالي عملت كل ده برضو عبارة عن ده اكبر معايا الزاوية صفر هاباكده فعلا زي ما قلنا ان هو بدأ من التسعين بقى اقل موماينت ارب موجود معا وبدأ ان هو يزوده شوية 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 لحد ما وصل للزاوية صفر اللي هي الفولي اكستنشن كان فيه فعلا اكبر موماينت ارب موجود معنا وبيقول لك هنا بقى ان الا الاجتيرنال تورك ده الاري لاتف الفرامى صوتي فبالتالي قال لك فالتالي قال لك فعلا ادي من حمسة واربعين درجة من كان عندنا كان يعتبر انه كبير شوي". contributor يعني. الى انها بيوصل لاكبر ما يمكن. فبالتالى بيكون قليل جدا في التسعين درجة. ويبدأ ايكبر شوية لحد بيوصل لخمسة واربعين. ومن اول خمسة واربعين لحد بيكون اكبر ما يمكن. زي ما انت شايف من هنا. مسلا نوصل لسبعين في المية من القيمة بتاعته. وهنا بقى وصل لمية في المية من القيمة بتاعته. كلية طبعا بينهzedله على الرسمة فبالتاله بيقولك العكس بالظبط لو ما شاهدنا الفيمار ان없이 تابع게 يعني الشخص ده بقى بيعمل سكواد او بيعمل ساتنغ او كلام ده كله عالعكس تبعا ان فيمر فبالتاله بيقولك اولي بيحصل في حالة الاكستنشن بيقولك كاز ان رايزينج انت سكواد بوزيشن انت هتوقف من سكواد بوزيشن يعني ايه بقى الكلام ده لين انت incluso كنت في سكواد اتخurado انت توقف. هتبدأ ان انت توقف يعني تروح لوضعية دي اللي هي الزاوية صفر في الاكستنشن. تبدأ من اين بقى البداية بتاعتك من ناينتي ديجري. يعني انت في ناينتي ديجري او تسعين درجة من السكوات في الوضعية دي. تبدأ تروح لوضعية بتاعت الاكستنشن. اللي بيحصل بقى? قال لك بكل بساطة ان الاكستيرنال مومنتقر من الموجود معنا. اه بيبدأ يحصل لعملية ان هو بيبدأ يقل من اول التسعين لحد الصفر. طب الكلام ده بقى هتلاقيه فين? هتلاقيه في الرسمة لو جيت بصيت من هنا. هتلاقي ان فعلا ادي ووقع للني جوين. فكل ما انزلت اكتر في دي سكوات بالزاعة عن التسعين درجة. هتلاقي ان المومنتقرمي بتاعك اكبر ما يمكن يعني او جيت كده الرسم. هتلاقي ان فعلا ادي ده. sounding وهو البداي بقى عندك هنا بتاع الني جوينت هتلاقي كل ده عبارة عن المومنتقرمي بتاعك وهو يعني. يقولك طب لو انا بدأت انا اقف بقى في خمسة واربعين درجة انتقلت من تسعين درجة من اللي كانت اسماها دي بسكواد خلي بالك من المصطلحات عشان الاسئلة فبيقول لك وصلت البارش يا لسكواد. خلي بقى من مرحلة بيقول لك ان المومنت بتاعك اقل ما يمكن حتى ممكن ان هو يقارن بيه الصفر انه مفيش مومنط具رن اصلا في Lacina يعني. فبالتالي بيقول لك كل ده هيبدأ ان هو يبني لنا الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لك فعلا ان هي بيقل من اول التسعين درجة لحد الصفر لانه في التسعين بيكون ويبدأ يقل لحد ما يوصل للصفر فاقل قيمة ممكنة في زي ما احنا شفنا من شوية. فبيقول لك ده طبعا كله من وبيقول لك برضو نفس الملحوظة اللي من فوق ان ده كان في عمر التسعين طبعا لحد الخمسة واربعين. ليه طيب? لانه بيقول لك من التسعين للخمسة واربعين كنا اكبر قيمة. تسعين طبعا كانت اكبر قيمة. بدأ تل شوية في الخمسة واربعين لكن استيل ان هي كبيرة. وطبعا في الصفر بيكون اقل قيمة ممكنة بيكون صفر اصلا. فبالتالي اكبر قيمة او خلي بالك ان هي عكس اللي كان من فوق من هنا خمسة واربعين لحد الصفر. كنا واخدين بتاعنا. مش بدي ويت بقى كنا واخدين. علشان دي كانت عبارة عن فبالتالي قال لك ان كانت كانت اللايه اكشن بتاعك قدام اللي جونت مشورا. هنا بقى خدنا العكس اللي ان احنا نزلين بالجسم كله وبوزن الجسم كله فبالتالي هيكون بوستيريور شوية عشان ده وزن الجسمك كله هيكون بوستيريور للني جوينت مش انتيريور وبالتالي ده نفس الموضوع اللي بيحصل حتى لو خدتها اصلا على التبية هتلاقي ان هي بوستيريور للني جوينت مش انتيريور تمام? فده كده اللي بيبدأ يحصل معنا من التسعين لحد الخمسة اربعين بيكون اكبر قيمة ممكنة بتكون دلوقتي بقى خلي بالك من الملحوظة اللي دي علشان عليها اسئلة في الامسي كيو لو مركزتش دلوقتي كويس هتطلق بط فيها بيقولك ان في عملية او عملية للأكستيرنال تورك ايه هو اللي احنا اصلا شغالين بنتكلم عليه ده كله نالسة مدخلناش في خالص فبيقولك ان في عملية ان انت بتقلل كده طب ازاي ممكن نقلل يعني ممكن نتابع كزا استراتيجية علشان نبدأ نقلل بيها كده فبالتالي بيقولك زي ايه مسلا بيقولك ده ممكن عن عن سبيل المثال يعني بيقولك ان انت ممكن تحط اصلا بيقولك في الانكل جويند فخلي بالك عشان هتجيلك في وهيقولك انه مما تحط الاكستيرنال لود في الانكل جويند ده هيكون في ولا يبقى هتقوله فعلا زي المكتوبة من هنا في النيه طبعا بيقولك طبعا طبعا فده معناه ان انت من اول تسعين درجة لحد الخمسة واربعين بتحط اكستيرنال لود. دلوقتي بقى لازم نعرف هو ليه لما جا حط له الاكستيرنال اللود اللي حطه ده حطه له من اول التسعين لحد الخمسة واربعين لان احنا بكل بساطة طبعا زي ما شفنا من هنا ان احنا شغالين على تبيا ان فيمر فبالتالي ده معناه ان احنا شغالين على الوضعية دي زي ما انت شايف من هنا كده ادي ان هو يحرك تبيا على فكسة فيمر فبالتالي ايه بقى اللي بيحصل قال لك بكل بساطة ان العيان بيقدر ان هو يعمل التسعين درجة عادي جدا وكمان بيقدر ان هو يعمل خمسة واربعين لكن قال لك ان في لان هو مش عارف يوصل لمرحلة الزيرو دي دي مش عارف يوصل لمرحلة طب ايه المشكلة طب ما ما يوصلش يعني ايه المشكلة يعني هقول لك ما هذه المشكلة كلها ان انت عندك اه لما بتضرب دي اللي هي عبارة عن الاكسترنال لود تضربها في المومنت ارم بتاعك اللي هو قليل جدا هنا اعتبر واحد مثلا هيبقى بتاعك هو عبارة عن الاكسترنال ترك كله فلو مثلا بخمسة كيلو يبقى ده معنا ان هو بيشتغل بخمسة كيلو بس وبالتالي ده مش بيقوي له كوادرا سيبسة ابدا للأسف فبالتالي قال لك ان هو بيوصل لخمسة واربعين فمسلا يعني الاكسترنال مومنت ارم بيبقى لي قيمة فبالتالي قيمة بتاعته هنا كان واحد مسلا هنا لا بقيمته خمسة مسلا فبالتالي انت بتضرب الاكسترنال او اللي هو ده وتضربه في خمسة فخمسة في خمسة ما خمسة وعشرين هنا مسلا كبر اكتر واكتر بيه مسلا بقديه بيه بعشرة فبالتالي عشرة تضربها في خمسة بخمسين يبقى ده هنا بيشيل خمسين كيلو وده هنا بيشيل قديه بيشيل مثلا خمسة عشرين كيلو وده هنا بيشيل خمسة كيلو فبالتالي المفروض ان العيان يوصل للمرحلة بتاعت دي علشان يقدر ان هو يقوي. بانت كل ما تشيل وزن اكبر كل ما تقوى اكبر واكبر. فبالتالي هنا بيشيل خمسين كيلو وهنا بيشيل خمسة كيلو. فبالتالي هو فعلا هنا عنده في لان هو عنده في لان هو مش عارف يوصل للمرحلة بتاعت الايه فانا بعوضه ازاي بقى ببدأ حط له عند الانكل علشان عوض له ان طبعا القوة اللي هو بيشيلها خمسة كيلو. فانا ممكن احط له هنا ربعين مثلا وحط له تلاتين كيلو او اي وزن عالي شوية بقس ان هو يبقى كأنه عامل زي اللي بيوصل لمرحلة فبالتالي الاقام مش اقام فعليا لكن مثلا يعني بنحط له هنا اربعين كيلو عند الانكل جوين عشان نقدر ان احنا نزود له الوزن اللي بيقدر يشيله وبالتالي نكون كده عوضنا اللي حصل عنده في فبالتالي هيجي اسألك في يقولك ان يقولك ان يقولك ان في ولا في اكيد هيكون في وبالتالي احنا بنحط ده عند الانكل عشان نبدأ نعوض ده ونخليه يبقى كأنه الوضعية الطبعية يقولك برضو ازيز اا كان يعني العيان اللي بيبقى بتقول له انت انازل في بيقولك ان هو مش عارف انزل في مش عارف يوصل لديه بيخالص نفس الموضوع بالزبط قالك ان هو بيعمل تقول له انزل في تلاقيо عمل كده بس بتقول له انزل تاني يقولك مش قادر انزل تاني برضو ده بيكون عنده بس مش غامن بتحبه بيكون عنده حالة تانية علشان بيكون مثلا عنده مشاكل مسلا في والكلام ده كله فبالتالي هو مش عارف يبدأ ان هو يعمل فبالتالي هو دايما ودايما بيعمل حركة دي ودي لك ما بيقدرش ان هو يعمل خالص فبيقول لك دلوقتي بقى ازاي هتحل مشكلة العيان اللي كان عنده مومنت قرم كبير جدا لما كان بينزل في دي بسكوات وهو دلوقتي مش عارف ينزل في دي بسكوات فقال لك بكل بساطة هبدأ لبسه معطف او كده بيقول لك زي يعني بيبقى فيه او وزن يعني بحس ان هو يزود له وزن جسمه لحد طبعا ما يبدأ ان هو يحل مشكلة البستيور كرشيت لجمد ويقدر ان هو مرة كمان ينزل في دي بسكوات فبالتالي هبدأ ان انا عوض له عن طريق ان انا زود له عن طريق الجاكت اللي انا بلبسه له او اخليه يمسك في ايديه مسلا ويبدأ يغربها من جسمه علشان يبقى وريد من ويبدأ ان هو يشتغل بها تمارين عادي جدا فزي ما هو قال لك من هنا ان انت بتشتغل فيها لو تيجي تقول له انزل في يقول لك مش قادر ده اخري يعني اقول له انزل تاني في يقول لك مش عارب ده اخري فبالتالي اخر حاجة بيعمل له عيان ده ان هو ينزل في بعد كده يقف تاني فبالتالي فعلا تبدأ تشتغل معه بالتكنيك ده بالشكل ده لو هو بينزل في طبعا بتاعك في خلي بالك هنا طبعا الخمسة واربعين لحد الصف وفعلا ده الكلام اللي بيحصل من اول الخمسة واربعين لحد الصف لان هنا فيه يكون فيه بالتالي هنا هيجي اسألك في وهيقول لك ان لما بتيجي تحركها من اول خمسة واربعين لحد الصفر خلي بالك بقى ان يديل بارشة هيقول لك ان بيكون عنده فعلا في فانت تبدأ ان انت تحط له كشاكت او الكلام ده كله كميعطف عشان تبدأ ان انت تزود له او تعوض له فيه كده وتبدأ تخليه يعتبر ان هو كأنه طبيعي تمام ده كده بالنسبة للنقطة دي دي هنا اول رسمة تكلمنا عليها بالنسبة ودي تاني رسمة بالنسبة لي يعمل لك هنا بقى تجميع للموضوع سواء الشخص اللي بيحرك على الفيمر او الشخص اللي بيقف دي بسكواد ويبدأ ان هو يوقف فاللي تنم مع بعض موجودين بيقول لك ان الشخص اللي هنا بيبدأ لحد ما يوصل للزيرو فبالتالي السهم ده كله عبارة عن ايه عبارة عن ان انت كل ما تمشي كده اكتر من التسعين لحد الصف تبدأ ان انت تعمل عملية فبيقول لك ان الشخص مسلا بيحرك التيبية على الفيمر بيبدأ بزيرو في المية من عملية طبعا والاكستنشن تورك ما بيكونش موجود اصلا بيقول لك يبدأ يتزايد اكتر واكتر لحد ما يوصل لسبعين في المية عند الخمسة واربعين فبالتالي يقوم السبعين في المية ده مش مهم المهم خمسة واربعين بيكون زي ما انت شايفك الخط الاحمر بيقول لك دايما ده عالي جدا ففعلا بيقول لك انت بتوصل لعلي جدا من خمسة واربعين لحد الصفر في حالة ان انت بتحرك التيبية على الفيمر طبعا بيقول لك من اول خمسة واربعين لحد الصفر نوصل من سبعين في المية لمية في المية في حالة طبعا من هنا وعلى العكس بالضبط لو الشخص ده قاعد في بيبدأ في مية في المية طبعا من وكل ما يبدأ ان هو يوصل لخمسة واربعين بيقول لك المكان ده كله لحد السبعين في المية يعني بيقول لك ان هي قيمة كبيرة يعني وبيقول لك ان هو يبدأ ينزل من اول لمية في المية لحد ما يبقى في في حد الصفر طبعا هي من يعني اللي هو فده كده تجميع بتاعتها. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا نبدأ دلوقتي نشوف فبيقول لك بدا ما هو يعني حاجة داخلية لها علاقة بالعضلة يعني ده معناها لشيب هيكون لها علاقة بانها عضلة لها فبالتالي ليا علشان هلسه نتكلم على ما دخلناش في فبالتالي بيقول لك دلوقتي هناخد بعض الرينجات زي ما انت شايف من هنا هنبدأ نشوف الرينجات دي وهنبدأ ان برضو نجمعها في جدول ما تقلاش من من الموضوع ده علشان نسهل افزاها اكتر واكتر. فبيقول لك كده اول نقطة إن نكس이. مبني بيقول لك ان انت هتعمل اكبر قيمة من تورك بتاعك في وضعية العضلة وتستخدم العضلة فبالتالي. طورك مبني بالتالي فبيقول لك اكبر قيمة من ده يقول لك اكيرز بتوين اللي طبعا خمسة واربعين لحد السبعين درجة. فبيقول لك ان هيكون اكبر ما يمكن بين العدى الخمسة واربعين لحد السبعين بيقول لك انت بدأت من عملت خمسة واربعين وبرضو من عملت السبعين لحد ده كله يبقى ده اكبر قيمة ممكنة ممكن تنتجها كتورك من العضلات بتاعت الكودرسيبس طبعا في حالة يعني فيه تورك قليل من الموضوع ده بيقول لك يعني انت لو عملت او بيقول لك هتلاقي ان فيه اقل من بتاع الخمسة واربعين لحد السبعين فبالكلام ده تلاقيه فين الكلام ده تلاقيه من هنا بيقول لك من اول السبعين من اول هنا مسلا في الاتة دي بيقول لك من اول من اول هنا زي ما انت شايف كده من اول هنا لحد السبعين لحد الخمسة واربعين في الاتة دي بيقول لك ان هو مسلا ايه اكبر قيمة ممكنة ممكن تلاقيها من اول الخمسة واربعين من هنا زي ما انت شايف لحد السبعين بين الاتنين دول فبيقول لك دي كلها اكبر قيمة ممكن تلاقيها بصة اصلا قدي قال لك ده مية وعشرة ومية وعشرين فبيتلي قيمة عالية جدا طبعا من بيقول لك ده قيمة عالية جدا بين خمسة واربعين والحد السبعين. طب تعال لك نشوف قال لك ده خمسة آآ درجة مسلا من يعني خمس درجات. بيقول لك ده قد قد القيمة بتاعتك قد ستين اصلا. فبالتالي ستين دي معناها ان هو قليل جدا طبعا في حالة هبلو جينا بص انا في هتلاقيها اصلا مية. طب ما هنا كان مية وعشرينة بعدها معناها فعلا في او دايما بيكون في قوة قليلة جدا بوس απο العضلة. تمام? ده اللي هو عايز يكلمك عليه دلوقتي هي فكرة دي فعلا الفكرة اللي بيقول لك عليها. ان في نهاية او نهاية طبعا من ده اللي بيكلمك عليه في النقطة الاولى. تانية نقطة بقى بيقول لك ان يعني بيقول لك المجهود العام للعضلة الي في حالةell between بيكون فين. بيقول لك المهم ان دي بتبزل المجهود حتى لو ما جد قليل قال لك اه مهم ان هو مجهود. قالك بيبذل من اول التسايين لحد الخمس درجات. فزي ما انت شايف من هنا بتاعك بيبدأ فعلا من خمس درجات لحد التسايين. ده المجهود الفعلي. طب راح تفهم ان من اول الصفرة لحد الخمسة. قالك ده بيكون من امم جدا يعني بيكون حاجة قليلة جدا. وبالتالي مش بناخده في عين الاعزبان خالص. يعني لو خدت بالك هنا فيه وليل جدا طبعا كل ما تعمل اكتر كل ما تلاقي ان بتاع العضلة بيقل. فبالتالي احنا مش عايزينها خالص وبالتالي مش هندرس من اول الصفرة لحد الخمسة. هنبدأ من اول التسايين لحد الخمسة من الفلكشن. دي كده تاني نقطة. تالت نقطة بقى بيكلمك على الانترنال مومنت ارم اللي هو اللي هي رافعة الاذراع القوة اللي هو الرافعة. بيقولك انه يعني اكبر ما يمكن من الليفر ارم ما بين مين ومين. بيقولك ما بين العشرين درجة لحد الستين. درجة من النيفلكشن بيقولك ده بيكون بتاعك. فبالتالي اتعاكنا نعلمهم بلون مميز علشان لما نروح للجدول تبدأ ان انت تفتكرهم على طول. بيقولك دي كده الرنجات اللي معانا بيقولك اكبر مومنت ارم تبدأ تلاقي داخلي للعضلة انترنال مومنت ارم خلي بالك مش اكسترنال. مبين العشرين لحد الستين. فبالتالي موجود فين مسلا قالك ادي فعلا ماكسيموم لفريج مبين فعلا الاول العشرين من هنا لحد الستين درجة بيقولك ده ممومنت ارم بتاع العضلة بتاعت. بعد كده بيقولك ان ايه يعني ايه ايزومترك ليه. مش احنا خدنا ان فيه كان فيه ايزومترك وايزوتونيك قالك طب ما دي ايزومترك ده معنا ان لما تيجي تعمله في العضلة دي بيكون او ايه فورتة ممكنة ما يجبدي عالي جدا بيقولك 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 لما تعمل وتيجي تبدأ ان انت تعمل في العضلة. يقولك ده معنا انت وقف في الفول زي ما انا شايفين من هنا. وهتبدأ ان انت تعمل مواصل كلهم. فتبدأ انت هتلاقي ان البتلة بيبدأ ان يحصل لها تبدأ ان هي يحصل لها وده كده بينتج موسيطة العضلة. لو خدت بالك برضو انت بتركع مسلا بتصلي بتجيب حاجة من الارض بالكلام ده كله. وتبدأ تلاحظ ان البتلة تبدأ ان هي تطلع لك لفوق اكتر لما تعمل في طبعا. فبالتالي ده اللي بيكلمك عليه من هنا ان هو لما تعمل في حالة لازم يكون في حالة يكون في حالة وبالتالي تبدأ ان انت تعمل وضعية دي ان هي تبدأ ان هي تبقى بالماكسيموم افرت بتاعها خلي بالك من كلمة علشان بعد كده النقطة اللي بعدها بيقول لك ان يعني بيكون حوالي قد من قيمته بيقول لك ان هو تسعين في المية من بيقول لك من اول التمانين درجة لحد التلاتين ولو خدت بالك عشان تقول سبحان الله في الجزء ده ان انت عندك التمانين لحد التلاتين ده عبارة عن اصلا اللي هو بيكون مسؤول عن اي بقى بيقول لك بيقول لك يعني ده بيكون عندك اصلا اللي انت بتستخدمه في اغلب الحركات اليومية بتاعتك فسبحان الله بنخلى لك بتاعك اللي هو اصلا انت بتعمله على طول يكون في تسعين في المية من طبعا بتاع العضلة ده معلنا ان اقل قيمة بدأ انت تعملها في العضلة اللي اصلا عبارة على بتكون بتستخدم فيها اغلبية العضلة لها تسعين في المية من العضلة. بيقول لك ذات ان انت بتستخدم في ها الحركة بتاعتك بتحرك وتثبت طبعا بيقول لك ان انت طالع على تل او او مسلا طالع على سلم او الكلام ده كله. بيقول لك ان انت هتقوم من على كورسي او ان انت عايز تثبت في حملية زي ما شفناها من هنا دي عايز تثبت في الوضعية دي. فبالتالي بيقول لك ده من اول التلاتين لحد التمانين درجة في الحالة بتاعت الحركة دي. من ان انت قبل التسعين. بيقول لك ده كله بيكون ايه? عبارة عن بيكون بتستخدم في تسعين في المية من بتاع العضلة. بيقول لك طبعا على طريق ان انت بتشارك فيه الانشطة. وبيقول لك بعد كده ان فيه اه طبعا خمسين لحد سبعين في المية يعني ده معنام الانترنال تورك ده هيقل بمقدار خمسين او سبعين في المية. طب ليه كلم ده كله. بيقول لك ازني يعني لو الني بتاعتك بقيت في حالة هتلاقي ان التورك بتاعك او المكسيم تورك بتاعك بيقل بنسبة خمسين لسبعين في المية. طب ده ليه بيقول لك ده? بسبب اللي بيحصل في بتاع العضلة. بيقول لك ان هو بيبقى ينعم بسيط. بس بيبدأ ينزل لك زي ما انت شايف كده. ينزل بمقدارك قليل جدا. يبدأ ان هو يقلل لك بتاع العضلة. بيقول لك ادي الني بيقول لك ادي والكلام ده كله بيقول لك بص القيمة بتاعتها قدية. قيمة بتاعتها ستين. بص من هنا. ادي القيمة بتاعت بيقول لك ستين. طب هي في الوضعية الاسية كانت قدية بيقول لك ده كانت مية وعشرين وكانت مية وعشرة فبالتالي بقيت ستين. ده معنا ان فيه فعلا بنسبة خمسين لحد سبعين في المية من القيمة بتاعتها. ولسه لما كمان توصل للصف يبدأ ان هي تنزل عن الستين اكتر واكتر فتوصل فعلا لان هو الريدكشن دي يكون سبعين في المية من القيمة الاسية بتاقتها اللي هي كانت مية وعشرين. ده كده اللي بيكلمك عليه في اجزاء دي. وده هنا الجدول هنبدأ ان احنا نشوفه هنبدأ نشوف دلوقتي اللي بلون الاخضر دول. خاصين بالني واللي باللون اللي الازرق هنا او ده شوية. خاصة بالباتلو اي اي او البلون الاحمر دول او الاحمر القاتم ده هيبقوا خاصين بالني في فبالتالي الجدول ده تاخدو دلوقتي. وتبدأ ان انت تحفظه طبعا وتذكر منه كويس جدا. عشان ده ملخص للسلايد اللي فات كله. يقول لك من اول خمسة اربعين لحد السبعين ده اللي بيع موجود في مصل. وانا عندك من خمسة لتسعين ده بتاع الني اكستنسور. ومن الانشرين لحد الستين ده ومن التلاتين لحد التمانين ده تسعين في المية من بتاعة الني اكستنسور. فان شاء الله الجدول دي اللي بملك الدنيا كلها وحاول برضو اغفقه مع المحاضرة. ده كده اللي بيورهو لك. وده بيوريك برضو كوادرس لما يحصل لها يقول لك ادي فعلا المومن يبدأ ان هو يقل معك. يعني حاجة بسيطة جدا. لما تعمل وضعية طبعا يبدأ ان هو المومن تقرم ده بتاع العضلة يبدأ ان هو يزيد في لكن لما تيجي تعمل بيقول لك لما تيجي تعمل يبدأ المومن تقرم ده يكون عبارة عن مسافة ما بين هنا وهنا. الباتلة هتلاقيها موجودة هنا في التروكلية الموجود في فيمر. يبدأ ان هو ياخد ويحطها من هنا. فبالتالي قال لك هي بعبارة عن المسافة من هنا الهنا. ده بتاعك. فبص احدي المومنت ارمي موجود معك في لكن هنا طبعا في او أي حاجة في النص. بيكون ماكسيموم زي ما انت شايف من هنا. فلأيت دي بيكون ماكسيموم فبالتالي من اول الستين او من اول العشرين سوريا لحد الستين. بيكون عندك فين? بيكون عندك الماكسيموم انترنال لكن في حالة بيكون اقل ما يمكن. وبالتالي يبدأ انه يعمل لك من خمسين لسبعين في المية في بتاعك. زي ما انت شايف هنا لحد ما وصلنا طبعا في موحلة الخمس درجات. فبالتالي ده كله كان عبارة عن دول. فبالتالي دلوقتي ايه هو يعني ايه دور البتلة في جسم الانسان? البتلة دي بتعمل ايه? ولو موجودة ايه هيحصل? ولو مش موجودة ايه هيحصل? بيقولك ده يعني هي عاملة زي بيقولك يعني مبعد معناها مسافة. معناها مبعد. طب مبعد يعني بيبعد مين عن مين? بيقولك مبعد ما بين الفيمر وما بين يعني بيبعد ما بينهم الاتنين هم ده طبعا وزفت البتلة. يقولك ازا طبعا يبدأ يزاود لك طب ازاي الكلام ده? قالك تعال كده بص على الصورة دي. هتلاقي ان البتلة فعلا اديها موجودة من هنا. قالك ان هي بتبدأ تشدلك والبتلة وتبعدهم عن بعض. فبالتالي هي بتبعد عن الفيمر. فكل ما تبعد الكودرسيبس مصل عن الفيمر اكتر. كل ما احنا زودنا من هنا اكتر. يقولك ده كبير جدا. ففي بعض الناس بقى لقدر الله بعيد عننا وعن الناس كلها. يحصل لهم عملية اسمها يعني ان هو يقطع البتلة خالص ويبدأ يشيلها والدكتور الجراح يبدأ يربط له. البتلر تندون مع الكودرسيبس تندون من هنا كودرسيبس تندون يربطهم مع بعض هما الاتنين وبالتالي يكون مفيش اي بتلة موجودة بسبب ان هي تكسرت او ان الشخص وقع عليها او الكلام ده كله يبدأ زي ما انت شايف كده يقل زيادة عن اللزوم. طب لما يقل الشكل ده كله يبقى ده معنا ان لما عضلة معينة يقل يبقى ده معنا ان الفورس طبعا بروديوس ده بيضة مصل هتحمل عليها اكتر يعني زي ما انت شايف كده يعني بص على عرض السهم ده قد ايه وبص عرض السهم ده قد ايه السهم ده مطلوب مثل العضلة ان هي تعمل قوة اضعاف القوة اللي هيك بتعملها في الحالات الطبيعية فبالتالي هيبدأ ان هو يعط ما يكون زيادة على العضلة وده طبعا وذوت باتلة هيبدأ الانسان ده ان هو يعرض الكودرسيبسو مصل بتوع القوة زيادة عن اللزوم لو هي مسلا بتستحمل في الاول قوة عشرة نيوتن دلوقتي هيطلب منها قوة تلاتين وربعين نيوتن بسبب ان طبعا المومنت ارم بدأ ان هو يقل وبالتالي ده معناها دي وظيفة مهمة جدا للباتلة طبعا اه ودي حاجة السياف الباتلة بيقول لك بيقول لك ان الباتلة الشخص الموجودة مع الباتلة يقول لك بيعمل بتاع فده معناه ان هو فعلا بيزود لان هو كده بيقلل القوة المطلوبة بوسط العضلة وبالتالي المومنت ارم ده لما يتضرب في القوة بتاعت العضلة يدي لك كويس جدا فبالتالي يعمل لك او زيادة بتاع اللي جوينت وتاني نقطة بقى بيكلمك فيها ان انه طبعا العشرين لحد ستين درجة زي ما شفنا من شوية اللي هي موجودة من هنا قال لك من اول العشرين لحد ستين بيكون في عندنا او زي ما برضو شفنا من شوية من هنا هنا كان اكبر ما يمكن وفي كان اقل ما يمكن ده كده النقطة دي بيقول لك دلوقتي بقى تعال نشوف الحوامل اللي ممكن تأثرني على ده بيقول لك اهل ممكن يحصل بيقول لكم تلات نقاط اول حاجة كده وشان لسه يقول لك دلوقتي ان لو كان في هيكون المومنت ارم قليل ولو كان من اول ستين لحد العشرين هيكون موا كبير جدا وهو ده اللي بيكلمك عليه هنا بيقول لك الشيب والبوزيشن فبيقول لك تاني نقطة برضو هزين نتكلم عليها دلوقتي اللي هي الشكل بتاع البتلة بيقول لك ان البتلة يكون فيها ميديا للارتيكولر فاست ولاتر الارتيكولر فاست بيقول لك ما هو الشكل ده ممكن يتغير ممكن الميديا اللي بقى اكبر من اللاتر وبالتالي ده هيغير لك البوزيشن بتاع البتلة بالشكل الطبيعي بتاع الاناتومي فبالتالي هيبدأ ان هو يؤثر لك على الحركة. فبالتالي الشيب والبوزيشن ممكن هما الاتنين يؤثروا لك على اللي هو بتاع النيجوين. ده كده اول نقطة. تاني النقطة بيقول لك ايه? بيقول لك ان الشيب بتاع الشكل بقى الحتة بتاعت بيقول لك فطبعا لو جينا شفنا من هنا ادي البتيلة طبعا قعدة من هنا واقعدة على فين هو ده قال لك لو جيت شفت كده الفيمر بالشكل ده كده هتلاقي ان موجود هنا حاجة اسمها ايه اسمها بتيلر سيرفس. ففيمر بتيلر سيرفز ده اسمه تروكلير جروف. خلي الم plants بيقول لك ان في لاترال تروكلير جروف اكبر من الميديا تروكلير جروف زي ما هنشوف بعد شوية. ممكن الشكل ده يتغير ممكن الشخص ده يتكسر عنده Ini وبالتالي الجروف ده بتاعك او بتاعت البتيلة تبدأ الشكل بتاعة هتتغير وبالتالي يكيد بتاع البتيلة هيتأثر معك. بيقول لك بعد كده فيEst طبعا متاع النيجوينت هو المحاضرة اللي فاتت. قلة ان ده لما تيجي تتحرج ده يغير لك فبالتالي اكيد في مختلف عن وبالتالي لما يتغير ابدأ كده ان انا اغير ده اخليه يرجع لورا شوية او يمشي لقدام شوية وبالتالي اكيد المومنتار ميبدأ يتغير معايا فبالتالي لو حد ما عندوش ده اكيد هيتأثر معايا فبالتالي ده محور مهم جدا في الحركة واكيد من اللينس بتاع يكلمنا دلوقتي بقى على وهيخلي بالك النوع بيتكلم لك هنا على يعني هيدينا تأثير القوة بتاع عضلة معينة طب ان هي عضلة ما هي مفيش عندنا غيرها دلوقتي عشان هم نتكلم في فبيقول لك ايه بقى تأثير القوة بتاعت الكوادراسيبس على يقول لك ذا يعني غالبا يعني بيتعرض لقيمة عالية جدا من فورس بيقول لك الكمبريشن فورس دي بتانتك طبعا من اللاترال تراكينج او بتدينا بعد كده لاترال تراكينج البتلة يعني هتخلق تاخد لك البتلة من كده من هنا وتبدأ نتحركها لك لاترال شوية ده افكت من الافكتس بتاع الكمبريشن فورس وطبعا هتدينا في الني جوينت ككل يعني فبيقول لك ديس فاكتورز انكلود يعني في فاكتورز كتير هتبدأ نها تدينا كومبريشن فورس زي ايه بقى بيقول لك ان واحد وتلاتة من عشرة يعني واحد تلاتة من عشرة من يبدأ ان هو يقع على الني جوينت ده بواسطة لووكينج لما تيجي تعمل او تمشي على سطح مستوي او على ارض مسلا في الشارع والكلام ده كله يدي لك واحد وتلاتة من عشرة من الويت طبعا اسناء الووكينج واتنين وستة من عشرة اللي هي الضعف بالزبط هنا واحد تلاتة هنا اتنين وستة يعني الضعف بالزبط بيقول لك من طبعا يعني انت نايم سبقين مسلا وبترفع رجل يمين او رجل شمال من اول طبعا الهينت ترفعها لفوق كلها فبالتالي هذا بيدي لك اتنين وستة من عشرة من اي من الباديويت فبالتالي اقل حاجة خلي بالك منها الووكينج فبالتالي دي اهم حاجة تديها للي يجي لك وعنده مشاكل وكمبريشن في الني جوين فبالتالي تالت حاجة بيقول لك تلاتة وتلاتة من عشرة لان هي تلت واحدة يعني بص يات بالصوت بك تلاتة وتلاتة من عشرة من اله ايه بقى اللي هي ان انت بتطلع السلم. فبالتالي بيقول لك ده عالي جدا. حاول تخلي العيان يبايد عنه. بعد كده بيقول لك سبعة وتمانية من عشرة من يعني اكبر قيمة. بيقول لك تمن اضعاف مسلا. آآ من بيقول لك يعني لو العيان ده نزل في بيقول لك ده معناه ما يخليش العيان ده ينزل في ليه بقى? لان هو لو وزنه ميت كيلو هيبقى اللي وقع على في الحالة دي. او اللي هو ده يعتبر تمن اضعاف. فعرفي عن ايه تمن اضعاف. يعني تمنمية كيلو مسلا. يقع على الباتيلو فيميرالجوينت في حالة ان البشنت ده نزل في فاكيد لو حد عنده او كوندروماليجيا اللي هو الالتهاب اللي ما بين الباتيلة وما بين الفيمر او تروكليا او فيمر ما تخليش الشخص دايما لسكواد ابدا خليه على كده يمشي علشان دي اقل ممكن ان هو يعرض لها. فبيقول لك طائبة في هاكتورز وانده باتيلو فيميرالجوينت. قال لك حاجتين يبدوا ان هم يقصروا معايا على حسب القوة بتاعت الكوادراسيبس مصل. وبرضو يعني حسب بتاعتك لو كانت مسلا مية وعشرين او مية وتلاتين هتبدأ ان طبعا يكون زيت زيادة عن اللزوم وكبير جدا لان هيكون فيه عادي جدا على آآ العضلة وبالتالي لو مسلا انت عندك ده بتاعته قليلة زي مسلا ان انت في حالة فيقول لك ان انت في الحالة دي هيكون عندك آآ قليل جدا. فبالتالي لو انت احصت من من النقطة دي من هنا بيقول لك ان عندك الكوادراسيبس مصل والباتيلر تندون يبدأ ان هم يدوا لك قوة محصلة. لو زودت دي او زودت دي بنيفليكشن قليلة انجل قليلة زي دي هيدي لك كومبريشن فورس اللي هي السي اف دي قليلة. طب لو انت باع عملت قوة عالية جدا بانجل عالي جدا من النيفليكشن من هنا مصل تبدأ ان هي تدي لك تنشن عالي جدا من هنا والباتيلر تندون نفس الموضوع فيدي لك كومبريشن فورس عالي جدا ده كده ان انا اقراه في الاسلايد ده. لما يجي دلوقتي يكلمنا على كومبريشن فورس وانذ باتله في مرة الجوينت هنلاقي فيه معنا خمس نقاط اسسين. لهم بقى بيقول لك اول نقطة كده كومبريشن فورس. يعني ده معناه الكومبريشن فورس دي بتنتج من عضلة معينة. او بتنتج من يعني اكتف كونتراكشن. انت اللي بتبدأ تعمله بنفسك بروديوس باي ذا كوادراسيبس مصل. هينتج بسبب فبيقول لك بقى ان القوة دي انت بتعملها او القوة ده او مقدار معين. فبيقول لك او القوة بتاعتها والماغنيتيوب بتاعها بيقول لك ازي فخلي بقى لك اهم كلمة ده كله او اهم جملة ان الماغنيتيوب بتاعها ده بيتأثر بالاي بقى بالانفلونس باي فده معنا انت لو عملت زي ما شفنا من هنا فبالتالي زودت عملت انجل كبيرة هتبدأ انت تشوف ان فعلا ادي الكمبراشن فورس عالية جدا انجل قليلة زي البرشاري سكوات تدي لك بقى كومبراشن فورس قليلة ونفس النظام اللي هنمشي به في كل النقاط اللي جاية. فبالتالي بيقول لك فعلا ان ده بيبدأ ان هو يتأثر بالانجل بتاعت النيفليكشن كل ما زودتها تبدأ تزيد اكدر. يقول لك ادى طايم اوف مصل اكتيفاشن يعني في نفس الوقت اللي انت عمل في مصل اكتيفاشن. فما تقوليش مسلا ان واحد عندي مثلا في الكوادرا سيبس مصل وتقول ليه ما عندوش لان الكوادرا سيبس مصل لازم تكون شغالة ولازم تكون معمول لها عملية اكتيفاشن اثناء ما انت بتعمل النيفليكشن انجل. دي كده اول نقطة. تاني نقطة بيقول لك ان الفورس اه اوزن الني في اكسسنسور ميكانيزم ار ترانسميت بروكزمال اندستل ثرازة كوادرا سيبس تندون خلي بالك من الكلام هنبدأ نقوله دلوقتي اول حاجة معنا كمصطلح هيبدأ يسألك فيه ويجيبه لك هيجيبها لك باسم اختصارا لها يعني. بعد كده بيقول لك ان انت معاك البتلر تندون يختصر عليك برضو البتل للبي تي. وبعد كده معنا اخي خالص الكمبرشن فورس اللي سي اف هنبدأ نشوفها دلوقتي. بيقول لك ان الاتنين دول هما كوادرا سيبس تندون والبتلر تندون بيقول لك بيتصرفوا لايكا كابل ان هم عاملين زي الكابل بالزبط. عارف الكابل او السلك بيقول لك ان هم عاملين زي السلك بالزبط. ان السلك ده بيبدأ يعدي على بكرة. فالبكرة دي معناها ايه بيقول لك ادي كأنها بكرة بالزبط. وبتلاقي ان الكوادرا سيبس تندون مسك في البتلر تندون. ودي لو تحركت لفوق ده بيبدأ يتحرك برضو. بس بيدي يعني بيتشد مش بيتحرك. فبالتالي بيبقى عاملين زي بالزبط البكرة. او البولي ان انت بتحرك البولي اللي هي عبارها هنا عن البتلرة تبدأ اتحركه على اللي موجود في الفيمر اللي هو البيت بتاعها يعني اللي هو موجود من هنا زي ما شفنا. قدي البيت بتاعها من هنا على الفيمر وقدي هي هنا موجودة من هنا بتعشق في البيت بتاعها او في المكان بتاعها. ده كده تاني نقطة.работتين بالزبط زيار انهم يوجده كمبريشن فرس عليه جزدا لك اللي هنبدأ نسميها باسم او زي ما انت شايف من هنا ده كده الاختصار بتاعها اللي هنبدأ برضو نشوف في الرسمة ادي من هنا و من هنا. ليه كده تاني نقطة. تالت نقطة بيقول لك ان احنا بنعمل للنيف لكسور طبعا بقى او حاجة عنيفة جدا قال لك لأ ده حاجة بسيطة وبالتالي ده معنا ان احنا محتاجين قليل جدا من كل ما تزود بتاعها كل ما تلاقي ان اللي بيحصل في باتيلر تندون بيزيد اكتر واكتر. فبالتالي المسؤول كله عن الموضوع ده هو بتاعك. هل انت هتنزل في برشيل ولا في ديب سكواد? لو شفنا من هنا مسلا برشيل سكواد هنلاقيه حاجة بسيطة جدا حاجة قليلة جدا زي ما انت شايف كده وتلاقي بتاعك هيكون قليل لان برضو مصل طلعت فورس قليلة لان التحكم في حاجة زي البرشيل سكواد هيكون سهل جدا لكن لما تنزل بقى في ديب سكواد ديب انت محتاج كده كومبرشن فورسة عالية جدا تنتوي بواسطة يعني كمية كبيرة جدا من الاكتف تنشن الحصر في الكوادراسيبس مصل فعمل التنشن في الكوادراسيبس تندون وبالتالي التنشن ده عمل بس في تنشن زيادة في الباتيلر تندون بدأ كمان ان هو يتشد بنفس المقدار بتاع الكوادراسيبس مصل فبالتالي ده كده فعلا بيقوله لك هنا في النقطة رقم ثلاثة لان انت بتزود النيفليكشن انجل بتاعتك عن طريق انت بتنزل في ديب سكواد فده بيبدأ يزود لك الفورس ديماند ثورو ذا نيكستنسور ميكانيزم فيزود لك القوة المطلوبة بواسطة الكوادراسيبس مصل علشان تتحكم لك في الدرجة كبيرة ورهيبة جدا بتاعت الديب سكواد اللي انت نزلت فيها فبيقولك ده ultimately انذا باتلوفيمرال جوينت ده يبدأ يقصر لك بقوة مضعفة على الباتلوفيمرال جوينت ان هو يديها كومبروشن فورس عالي جدا بيقولك وبالتالي الانكريز النيفليكشن انجل لو انت جيت زودت النيفليكشن انجل بيقولك associated with the deeper squad زي ما قلنا من شوية كل ما تعمل ديب سكواد اكتر كل ما تزود النيفليكشن اكتر كل ما تتطلب قوة اكبر من الكوادراسيبس مصل او النيكستنسور ميكانيزم فبيقولك also ده بيعمل reducing the angle formed by the interactions between the force vector اللي هي ال qt وال bt ازي بقى الكلام ده ركز دلواتي في الكلام ده ان هو بيقولك ان احنا بنعمل اي حاجة مهمة جدا زي ما مكتوبة من هنا بيقولك reducing the angle formed by intersection فخلي بالك الانترسيكشن between qt اللي هي الكوادراسيبس تندن وال bt اللي هي الباتلر تندن معنى ايه الكلام ده علشان لو ما تفهمتوش هيعمل لك مشكلة في اللي هناخده بعدين بيقولك ان انت بكل بساطة فيه انجل بتبقى موجودة ما بين الاثنين القوة تندن بيقولك ادي كوادراسيبس تندن ودي الباتلر تندن بيعمله هما الاثنين مع بعض intersection يعني بيعمله تقاطع مع بعض قالك التقاطع زي ما انت شايف هو الزاوية اللي موجودة من هنا دي اللي هو عامل هلك كده قالك ادي الزاوية بالضبط اللي تبدأ تحصل معنا هي الزاوية اللي هو لففهلك بالشكل ده فبالتالي قالك الزاوية دي بتكون مثلا يعني في الحالة دي بدأ من انت عامل نيفليكشن هنا بزاوية قليلة وده عبارة عن ايه بقى هنا برشة لسكواد فقالك بتبقى زاوية النيفليكشن بتبقى مثلا 30 درجة فبالتالي الزاوية اللي ما بين القوتين بتبقى عكس زاوية النيفليكشن فبالتالي الزاوية اللي ما بين القوتين اللي هي الزاوية كل دي الزاوية خلي بالك قالك ممكن تكون مثلا 150 درجة على عكس الزاوية اللي موجودة من هنا قالك ان هي بدأ من انت عاملت نيفليكشن بدرجة عالية فبالتالي ديئة الزاوية اللي موجودة مبينها القواتين بتكون عكس الفليكشن فبالتالي قالك إن هي الزاوية من أول هنا من حد هنا فبالتالي قالك إن الزاوية دي مثلا ممكن تكون 60 درجة يعني دي زاوية قدية تادي زاوية كليلة فبالتالي نتكلم بقى بينقى بأن العلي إنت فهمته دلوقتي إن إحنا كلما قدللنا الزاوية دايما إنت لما قلللت الزاوية من هنا إنت عملت دي براس كوات أكثر وبالتالي زاوية الكمبرhammer الانجل دي. طب اهril مشكلة? اهل هيحصل بقى لما نقلل الانجل دي? ده نفس الكلام لأولنا من هنا من شوية. كله من قلل الانجل اكتر كله من زود القوة علاقة عكسية ما بينهم. فخلي بالك مي يسألك عليها. هيقول لك العلاقة ما بين الانترسيكشن انجيل اللي ما بين الكوادرسيبس تندون والي برضو الباتيلر تندون. بيقول لك الكمبريشن فورس. علاقة دايريكت بروبورشنال ولا مسلا الانفيرسي بروبورشنال. هتقول ان هي انفيرسي بروبورشنال علاقة عكسية وده سؤال مشهور يدن بيجي في الام سي تيو. في يعني في بعض النظريات بتاعت العلماء. قال لك يعني واحدة بتشير لفوق واحدة بتشير لتحت. قال لك الكمبريشن فورس هيكون في انهي دايريكشن وقيمته قد ايه? على كده نشوف. بيقول لك ان الموسكولر بيزد كومبريشن فورس آآ آآ اوتيت له في مرة الجوين. آآ ود بي زيرو. فليه طيب هيكون زيرو? قال لك لان بكل بساطة قال لك ان قوة آآ في يعني واحدة لفوق واحدة لتحت. فبالتالي لو القوة دي زي ما شفنا من دلوقتي دي لها دايريكشن معين. دي واحدة من هنا ودي واحدة برضو من تحت وعملة زاوية. فبالتالي احنا مش لسه عائلين من شوية. ان كل ما احنا قللنا الزاوية دي. كل ما زودنا كومبريشن فورس من هنا. قال لك طب ما دي زاوية كبيرة صحة لا لا. تقول لي ايو صح ده كانت مية وخمسين زي ما قلنا من شوية. لها الزاوية دي كلها. فبالتالي لما قلناك دلوقتي ان الزاوية خلناها مية وتمانين. فبالتالي دي اكبر زاوية ممكن نلاقيها. وبالتالي لما الزاوية تبقى مية وتمانين ده معناه انه قوة هتشد الفوق بالشكل ده كده. قوة هتشد الفوق بالشكل ده. والقوة التانية هتشد التحت. ايه اللي هيخليها تعمل كومبريشن فورس اصلا. ده ههمة لاتنين عكس بعض. فبالتالي هييلاشوا بعض. هالنفس القوة اللي هتلاقيها موجودة في الباتيلر تندل. هنا هتلاقي خمسة نيوتن فوق. هتلاقي خمسة نيوتن تحت برضو. فبالتالي كومبريشن فورس هيكلمك عليه دلوقتي. لا ده كمان اللي هي الكونتاكت اريا. بيقول لك يعني كل ما تزود في حاجتين بيزيدوا معاك. اول حاجة طبعا من هنا. وكمان برضو اللي هي ما بين الباتيلة وما بين اللي موجود على يقول لك يعني اكتر تبقى تلاقي معاك من اول الستين درجة لحد التسعين. والرينجة ده طبعا حفظه فتبدأ تحفظه. وضفناه برضو اكيد في الجدول زي ما انت شايف من هنا. قدي من اول ستين لتسعين بتلاقي ان فيه وكمان في فطبعا الجدول ده زي ما قولنا مهم جدا. هما هتاخد دلوقتي علشان تبدأ ان انت تحفظ منه الرينجات دي كلها. فدي طبعا الرسمة اللي لسه متكلمين عليها. ودلوقتي بقى هندخل على الفاكتور افكتنج ترايكينج ايه بقى العوامل اللي بتبدأ ان هي تعملي ترايكينج للباتيلة. قال لك هتلاقي اول دور هنتبقى نتكلم عليه دلوقتي اللي هو بتعملك بترفع الباتيلة وبتوديها الفين بقى ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. اول نوطة بيكلمك عليها دلوقتي بيقول لك يعني لو انت عامل في الني لو زي ما قلنا نفس الموضوع اللي كررناه هنكرروا تاني لانت عامل وضعية الصالة مسلا نازل تركع مسلا او مسلا هتبدأ تجيب حية من الارض والكلام ده يقول لك لو عملت في القدرة سيبس الموصل اللي هيحصل للباتيلة بيقول لك يعني مش هيشيلها بس او حركها بس بيقول لك خلي بالك من الكلام ده كويس جدا بيقول لك اول حاجة هتبدأ تحصل معك ان انت الباتيلة هتتحرك معك في وكمان هتحرك في وكمان هيكون فيها طبعا ترايكينج للباتيلة. فده تعرفه ازاي تعالك انا نشوف مسلا قال لك ادي الباتيلة وقادي مسلا نحط من دلوقتي من هنا الكوادرس بس موصلهات اي حركة فيها فنشوف مسلا دلوقتي ركتس اه في مروس ونبدأ نشوف الباتيلة. قال لك في في الحالة دي. ادي فعلا احنا هنا وصلنا لو جيت دلوقتي بصت على الباتيلة هتلاحز بقى الباتيلة ذات نفسها. هل هي موجودة ميديا اللي بالزبط مسلا في بتاعت التروكليا مسلا? هيقول لك لا ده هي موجودة يعني بص الميديا اللي فاضي واللترا اللي هنا مليان. التالي الباتيلة معمول لها لشوية. التالي برضو اكيد بتتعمل لها طب فين ده اهو بص يا بتتحرك فين? بتتحرك لفوق 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 وانت بتتحرك في فده نفس اللي هو بيقول لك عليه بالزبط ان هي بتتحرك كمان تضغط على من هنا لانت كل ما تشدها اكتر زي ما انت شايف من هنا هي بتتشد الفوق بس قال لك لا ده برضو بتتشد يعني سيبك من الليجة من تل من هنا قال لك ان هي بتتشد على مستوى الحركة كلها. بص كده. دي وكمان وكمان فدلوقتي بقى بيكلمك عالموضوع ده كله. بيقولك ان التلاتة دول مهمين جدا ان تحفظهم طبعا زي اسمك. علشان هتشوفهم في الامسي كيو. بيقولك طبعا يعني ايه معنى الكلام ده? بيقولك ان هي الكلام ده. بيقولك هو موجود. لكن يعني قليل جدا. بيقولك ان هو من المعتقد والمعترف بيه. ما بين كل العلماء ان هو فيه معناه ان لو جي سألك في قالك ان بتاع بتاع مصل. هل هو عبارة عن ولا 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 هتقوله ليه? علشان هو بيسحب لك البتلة شوية من وكمان بيسحبها لك فبالتالي ده كده معنى الكلام ان هو ان هو مش هتقولك ان هو عشان بيسحبها ويعمل لها سلايتلي لاترالي. يعني بيقولك ده نتيجة لحاجة معينة. ليه? بتسحبك لاترالي او اللي هي مسلا بيقولك بيقولك بتاع الكوادرسيبس والكلام ده كله. بيقولك ان البوتنشيل بتاع اللاترالي ده بيكون بوسطة خلي بالك لما ييجي اسألك ان بتعمل ايه? هتقول بكل بساطة بتعمل ايه? ايه? ايه اف ذا مصل اف ذا باتلة. فبالتالي ده بكل بساطة اللي بيحصل. فبالتالي قال لك عايزين نتكلم دلوقتي على نقطة الفستس لاتراليس. فلو جينا دلوقتي بقى وشوفنا برنامج الاناتوم يشوفنا بقى الفستس لاتراليس زي ما هنشافين من هنا. والفستس ميدياليس. وايه الحركات اللي هم بيعملوها علشان يؤثروا على الباتلة في الباتلة تراكينج. قال لك ان علماء التشريح لما جيوا شافوا العضلتين دول قال لك ان الفستس لاتراليس بتعمل لاترال تراكينج. بوشف بسيطة ازاي يعني. من اسمها كده تعمل لك الباتلة وتسحب لك الباتلة زي ما انت شايف من هنا. وقال لك برضو بتشد الباتلة لكن مش بتشد الباتلة قال لك لا دو علماء التشريح لما جوا السامو زي ما انت شايف كده ليه ان فيها يعني فايبر ماشي كده ماشي من هنا وراجع الورا ولكن فيها برضو اللي هي قال لك في منها جزء ماشي فبالتالي الجزء اللي ماشي دا ما لناش دعوة به اسمه آآ آآ قال لك ده ما لناش دعوة به بي ماشي على طول كده وده بيعمل عمل زي اللي ما كانها من هنا فده قال لك ما ليكش دعوة به. احنا دلوقتي عايزين نتكلم تحديدا عن اللي هي ماشية من هنا. طبعا هم بيتين عضلة واحدة لكن جزئين. فاحنا دلوقتي بنتكلم تحديدا على اللي بتبدأ تمشي لك من هنا وتعمل من هنا من ورا. فبدام اللي بدامها عملت من هنا من وراء. هتبدأ ان هي تعمل لك للباتلة. والتالي هما الاتنين دول اللي بيبدو ان هما يسلطروا على الحركة دي بشكل كويس. فبالتالي هتبدأ ان هي تعاكس في بتاع الباتلة. لكن طبعا بتكون اكتر. وفي بعض الاسباب بتخلي لك اكبر من هنشوف الاسباب دي دلوقتي زي ما انت شايف كده الباتلة. دايما بتلاقيها بصة اكتر من ان هي بصة تمام. فبالتالي بيقول لك طبعا في بيكون دايما اكبر من زي ما قلنا من شوية. طب ايه معنى الكلام ده? لو جيت ركزت كده في الفيمر اللي معنا من هنا دي دي زي ما تشايف من هنا. فبالتالي يعني ده الجزء الميديل منها وده الجزء اللاترال. فبالتالي فعلا الباتلة عاملة قال لك طب الاسباب اللي تخليها تعمل من اهم الاسباب دي ان احنا عندنا اكبر واعمر بكتير جدا من طب فين دي كلها تعالك اللي احنا متكلم عليها. قال لك تعالك اللي نرسم علشان تتخيل معي الموضوع. قال لك بكل بساطة قال لك ده قال لك هو ده الجروف اللي موجود من هنا. فيعتبر شلو ويعتبر سطحي والكلام ده كله. وصغير طبعا. فبالتالي لو جيت شفت كده هتلاقي كل ده عبارة عن ده سطحي كبير جدا. وبالتالي الباتلة دايما بتفضل ان هي تروح مع كونتك تيرية كبيرة جدا. واي نعم هي مسكة في لكن رايحها اكتر ناحية اللاترال. ليه? لان الباتلة كده كانت هنا في النص. لقيت ان في مساحة صغيرة جدا زي ما شفنا من شوية ان انت لما تنعمل بيبقى فيه تمنمية في المية من وزن جسمك. فبالتالي هيقعها على الباتلة في فبالتالي لو انت عملتها على اريا صغيرة جدا زي كده هتبدا ان انت تزود لليفيلات عالية جدا. فبالتالي الباتلة اكيد ربنا خليها تفضل اللاترالتروكلير جروف اللي هو اكبر واسمك واعرض وزي ما انت شايفه اعمق بكتير جدا من جروف. فبالتالي حتى لو جيت شفت تكوين الباتلة ذات نفسها هتلاقي ان في وفي بيقولك دايما اللاترال هيكون اكبر ليه بقى لان فعلا اللاترالتروكلير جروف بيكون اكبر من وبالتالي هي بتفضل الكون تاكترية العالية جدا دي عشان توزع عليها بتاعها ويكون اقل ما يمكن. هيكده كده بيكون عالي لكن بيقولك ان هي كده بيكون اقل ما يمكن. دي كده اهم الاسباب اللي انت ان شاء الله تكون في امتها من البرنامج الاناتومي. قالك ده فعلا اه طبعا زي ما انت شايف هنا ده صغير جدا. لكن برضو الباتلة موجودة فيه وده هنا برضو يكون معك لاترال. فبالتالي دايما معناه فعلا ان انت لما بتعمل تلاقي ان الباتلة جزء صغير منها موجود من هنا. لكن الجزء الاكبر طبعا موجود من هنا. ده كده النقطة اللي احنا عايزين بس كنا نركز عليها اللاترال تراكينج ليه اكبر من الميديل تراكينج. بالوقت يبقى هنتكلم على او اللي هي فبالتالي خلي بالك مش هيجيب لك بعد كده كلمة دي مش هتسمعها. هتسمع الاسم المختصر منها اللي هو. فبيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك ان دي يعني بتحدد بواسطة او بنحددها ازاي بيقول لك ان احنا بنبدأ نبني خط معين بيقول لك اللي اللي احنا نبدأ نبني ده يعني يمثل بواسطة يعني تقدير من طبعا بتاعت يعني كل بتاعت الكودرسيبس نبدأ نجيب لهم او قوة محصلة نبدأ ان احنا عملناها عملية آآ ننسلها عن طريق دي طب ازاي قالك ده بيحصل قالك ده بيتم عن طريق اتنين بنبدأ نرسمهم مع بعض ونبدأ نطلع على الزاوية اللي موجودة ما بينهم. قالك اول بيقول لك اللي هي عزيز لو جيت خط كده اي والاس والاي والاس هتلاقي كده كلمة عزيز اول حرف من كل كلمة وكمان تبدأ توصلها بتاعت البتلة. قالك تبدأ ان انت تلاقي اول خط يبدأ انتج معك زي ما انت شايف من هنا من بتاعت البتلة من هنا لحد ما تطلع لفوق خالص من هنا عند عزيز او ده كده اول خط بتاعك قالك يعني ده محصلة القوة اللي بتبدأ تنتج من كل بتاعت الكوادرسيبس مصل. فبالتالي قالك ده كده اول خط. بعد كده قالك ان او تاني خط نبدأ نرسمه وقالك اه او الخط ده هنعمله ازاي علشان يمثل قالك خلي بالك اول نقطة. قالك فبالتالي قالك ده اللي هو عبار عن ايه? قالك ده بتاع البتلة من هنا من تحت قالك والخط بعد كده هنبدأ نمده لحد بتاعت البتلة. فبالتالي فعلا قالك ده الخطين اللي بنبدأ نرسمهم. قالك طب اللي بيحصل بقى? قالك الخط ده بتاخد امتداد منه بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اللي هو طبعا البتلة هتندون تاخد منه امتداد لفوق. وده طبعا الخط الاساسي بتاع بتاع تبدأ ان انت تاخد الزاوية اللي موجودة ما بينهم هما الاتنين. لزي ما انت شايف كده الزاوية اللي موجودة في الحتة دي. دي دايما اسمها او اللي هي فبالتالي الزاوية دي دايما قالك ان هي بتمثلك بتاع البتلة هل هو كويس ومظبوط وفعلا موجود بالزاوية الصح بتاعته ولا ان هو زيادة ولا اقل ده كله طبعا بيبدأ ان هو يمثل لنا هل مسلا عندك اه حاجة زيادة مسلا عندك اكتر من او اكتر من الفيروس ولا هل الفيروس اكبر من والكلام ده كله فده اعتبر مؤشر لحياة كتيرة جدا هنبدأ ناخدها بعد كده في علم العظام والكلام ده كله فبيقولك ان طبعا ما بين الاتنين دول اه ما بين الخطين دول بيقولك تبك اليميجرد او تلتاشر لحد خمستاشر درجة فبيقولك من التلتاشر لحد الخمستاشر وممكن كمان تزودها او تنقصها اربع درجات ونص ده يعني رينج مش مش بس تلتاشر وخمستاشر قالك لا ممكن تبقى عادي جدا تمانية ممكن مثلا تبقى مثلا اشرين او عادي قالك ده كله عبارة عن عادي جدا لكن لو مثلا تلاتة اربعة وعشرين قالك لا دي حاجة زيادة وتبدأ ان انت تاخد بالك انها اي زيادة بسيطة فيها تبدا ان هي تعمل لك لمرض معين في العضلات او ممكن كمان يكون في العضل بالتالي بيقولك او اللي هي الشخص الكبير اللي هو عضلت بيقولك الشخص البالغ من السكان الطبيعين اللي هما يقولك ادي طبعا الزاوية وكل التفاصيل بتاعتها بالنسبة دلوقتي الكيو انجل في ملحوظات كيلينيكا الكتير لازم نعرفها قالك بكل بساطة ان كل ما زادت الكيو انجل اللي انت شايفة من هنا دي اللي هي تندل قالك الزاوية لما بينهم دي اللي هي كل ما زادت اكتر كل ما دا ادانا مؤشر او ان اللاترال تراكينج للباتلة بيقى اكتر من وكمان اكتر من الطبيعي طب لو الزاوية دي قلت مسلا بقيت خمسة او بقيت مسلا صفر او كلام ده كله فبالتالي ده معناها ان الباتلل تراكينج ميديا لي بدأ ان هو يزيد اكتر من اللاترالي وبالتالي ده معناها ان هو فيه ليه لو الزاوية دي قلت فبالتالي احنا قلنا من شوية اللي بتزود لك اللاترال تراكنج. فبالتالي دلوقتي عرفنا ان اللاترال تراكنج مبتبط دايما بالكيو انجل. فدلوقتي لو قلنا بقى بمصطلح تاني او بشكل تاني متغير مختلفة. ايه العوامل اللي بتزود لي الكيو انجل دي. فهي هي نفس العوامل اللي بتزود للاترال تراكنج. فاخد بقى عندك كل الحقيقة اللي احنا قلناها. دلوقتي بقى هناخد حاجة اضافية بيقول لك لو انت عندك اكسسيف جينيو فالجس. يعني ايه بقى جينيو فالجس. قالك بكل بساطة ادي الباتلة ودي والفيبيولا موجودين هنا بالزبط. قالك معمولين مع زاوية مع الفيمر طبعا زاوية مية وسبعين اسمها الفالجس فورس او الفالجس انجل موجودة من هنا لاترالي. فبالتالي قالك مية وسبعين مية خمسة وسبعين. ده الطبيعي. طب قالك لو الزاوية دي حصلها يعني الزاوية دي زاد نفسها اللي هي قالك بدت ان هي تقل. مسلا بقت مية وخمسين. فده معناه اه ده معناه ان تيبيا والكلام ده كله اتسحبوا كده لبرة في ابداكشن فورس. طب لما تيبيا تتسحب لابداكشن فورس. يبقى الباتللر اللي موجودة من هنا. ولبنلمسك فيها الباتللر تندون. يبدوها برضو ان هم يتسحبوا في الديريكشن ده. فبتل لما الباتللر تندون يتسحب في الديريكشن ده بص ده كل نتائج متغتبة على بعض. هتلاقي ان الباتللر تندون بيموجود كده مسلا. فبتل لي مش كده للدرجات دي مسلا كده بيميل شوية كده مع تيبيا. عشان هي بقيت مية وخمسين درجة تيبيا وزودت فورس. فبالتالي قالك لو خدنا امتداد للخط ده من هنا. بص كده هناخد له امتداد. فالامتداد بتاع الخط ده كله كده لو عملناه هتلاقي ان ده زود لك الامتداد اللي احنا كنا عاملينه من هنا. زود لك الكيو انجل. بص كانت في الاول قد من هنا. دلوقتي بيت كل دي الكيو انجل. فبعتلي زيادة الكيو انجل تبدأ ان هي تقلل لك الزاوية بص نفس الموضوع من شوي اللي قلناها. لما تقلل الزاوية اللي هي اللي ما بين قوتين. فبتل لي انت كده دي قوة من تحت وقوة من فوق. انت قللت الزاوية اللي ما بينهم كده كانت زاوية كبيرة. فبتل لما تقلل الزاوية لم يبين قوتين. هتلاقي ان في اه طبعا الباتلة هيكون قوي جدا جدا جدا. وطبعا ممكن يحصل على حسب بقى تاعتك انت قد ايه تمام دي كده اول نقطة تبدأ تزودك طب في ايه تاني معانا قال لك مش احنا لسه قائلين من شوية ان احنا عندنا اللي هي دي مسلا قال لك طب ما دي ممكن يحصل فيها طب بالتالي عضلة بتشدك ده معنا انها مش هدشتغل فبالتالي هيحصل لك برضو وده كله بيختلف على عسى بالدرجة يعني فبيقول لك مش برضو قلنا ان في عندنا بتشد لك طب لو حصل فيها يبقى ده معنا ان برضو هيبدأ ان هو يزيد اكتر واكتر كل الكلام ده طبعا حاول تكتبه مسلا في الاية اللي موجودة معك هنا في مكان فاضي حاول تكتب فيك كلام ده كله علشان تبدأ ان انت تستفيد بالمعلومات دي كلها فبيقول لك برضو ايه تاني ممكن يعمل لي مسلا لاترال شيفتنج للبتلة او لاترال تراكينج قال لك مسلا ممكن يكون عندك ايه هو الانتيريو تيبيا الباند وهو هو الاليو تيبيا الباند اللي بقى موجود من عندك هنا لاترالي من اول مسلا من هنا من فوق لحد ما ينزل لك الهنا ممكن يمسك في التيبيا يعني من هنا فقال لك كل الكلام ده كله الاليو تيبيا الباند ممكن يحصل فيه تايتنس فيبدأ فعلا يشدلك التيبيا كده لاترالي وبالتالي يعمل لك زي الايفكت بتاع الجينيو فالجاس انجل اكسيس في جينيو فالجاس فيعمل لك لاترال شيفتنج للبتلة برضو بقى كده ايفكت تاني في حيانة اسمها اللاترال ايه تيناكيولم بيقول لك اللي هي الشبكة من الفايبر اللي مغطية الكلم من هنا والتيبع والكلام ده كله والفيمر والبتلة بيقول لك دي ممكن يحصل فيها تايتنس اللاترالاتي ناكتكلم وتبدأ نيتزود شيفتنج اللي البتلة كل العامل ده حاول انتي هتجمعها كده في المكان ده من هنا وتبدأني هتكتبهم كلهم بتحت بعض علشان تجمعهم. وبيقول لك برضو دايما لازم تعرف ان في الاسسل تريوف الاكستينشن هي لي بيحصل فيها اللاترالتراكينج مش اسنائل حركة بمس في اللاترال ليغريوف الاكستينشن يبدأ يظهر الافيكت بتاع الفسس لتراليس في بتاعة الكودرسيبس مصر. ده كده كل التفاصيل اللي احنا عايزين نتكلم فيها بالنسبة للترايكينج بتاع البتلة. دلوقتي بقى هندخل في آآ قرية الكلام اللي مكتوب في التفاصيل ونعرف برضو الجلوبال زي ما نشوفهم دلوقتي اللي بيعملو لترايكينج او ترايكينج لي البتلة. فبيقول لك هنا ان فيه فاكتورز ذات ناتشرا لي اوبوز اللترال بول اوف ذا كودرسيبس او باتلة. فايه معنى الكلام ده? معنى الكلام ده ان هو بيقول لك ان في فاكتورز او عوامل في الشكل الطبيعي. في الحالة الطبيعية بتعمل اوبوزنج او بتعارض يعني ايه اوبوز يعني معارضة او يعني بتعمل حركة العكس اللترال بول. طب ايه العكس اللترال بول? اكيد الميديال بول. فده معناه ان في عوامل هناخدها دلوقتي بيقول لك ان هي بتعمل ميديال بول وتضض بتاعك. فواحد هيجي يقول لي دلوقتي رابانا دكتور والكلام الموجود هنا لديت انه كلهم بيعملوا فبالتالي ازاي انت كاتب لي هنا ان هي عوامل بتعمل وهي اصلا بتعمل هقول لك مع كل ان هنعمله نرجع لمصدر المعلومة هتلاقي فعلا ادي المرجعين يومين هتلاقي ان فيه بتاع الباتلة بيقول لك ان فعلا في سرعة عن طريق اللي يضلين بتعمل وبالتالي بتعمل علشان عملت للاترال بالتالي ان هي اكيد بتعمل علشان عملت للاترال والدكتور بقى راح جاب لك اختصار الموضوع كله ان العوامل يعنيل مع العوامل يعنيل針 ا Mantra عملت لك عيسمها زي ما انت شايف من هنا باللون الاخضر فبالتالي الاجهيات من هنا هتلاقي الدكتور جايبها لك هنا على طول ان فيه الباتلة عشان كده في تساويما بين العوامل بتعملي وما بين العامل التعمل لي ميديل فولا هيبقى في ميديل ديسلوكيشن ولا لاترال ديسلوكيشن هيبقى حاجة تبقى حاجة طبعا مثالية زي ما نقدر نقول دلوقتي. فبالتالي بيقول لك ايه تعريفة بيقول لك طبعا يعني عن طريق مساحة كبيرة جدا من فايه معنى الكلام ده بيقول لك اول حاجة كده ان احنا عندنا كبير جدا في اللي معنا وبالتالي كمان في فايه معنى الكلام ده زي ما قلنا من شوية ان احنا معنى كان اكبر من وبالتالي ده معنى ان احنا معنى اكبر من في الباتلة فبالتالي ده ميديني ملاغ جائرية طبعا من هنا ممكن تبقى سبعين في المية مسلا فبالتالي سبعين في المية من المساحة خدناها في فبالتالي ده دينا ميزة كويسة جدا للباتلة ان هي توزع الضغط اللي عليها زي ما قلنا ممكن يوصل لتمنمية في المية من وزن الجسم فبالتالي توزع الضغط اللي عليها على مساحة كبيرة جدا في الارتكول اغفست وبالتالي تبدأ ان هي تعمل او ان هي اقل ضغطة ممكن او زي ما هو مكتوب من هنا. فبالتالي يعرفنا النقطة دي خلاص الانوان ده كده كنخص بالنقطة الاولانية. دلوقتي بقى هناخد نقطة جديدة مالهاش دعو خالص بالفاكتور دي. هنبدأ ناخد دلوقتي وازاي تأثيرهم على الباتلة. فبالتالي يعني ايه قالك ان حتى لو جيت قارتها من المرجع بيقولك ان هي عوامل محلية بتؤثر بشكل على الباتلة. هتعمل لك حاجة بقى تأثر لك بقى على المصل بشكل دايرك وبالتالي تبدأ ان يتأثر لي على الباتلة. لو زودناها مسلا ايه اللي يحصل يزود طب لو فيه مسلا اللي هي بدأت ان هي تزيد اكتر يبقى تعمل وها كزا فبالتالي بتدي لك على الباتلة وفيما الجوينت زي ما هو مكتوب من هنا. فبيقولك ان بتاع يعني خط الشغل بتاع الكوادرسيبس يعني دايما انت بتشوف الكمة كانت كبيرة. يبقى الكوانجل اكتر لو كانت المسلا قليلة. دا معنا ان اكتر من الكوانجل اكتر من الحال هي وهكزا. فبالتالي دايما اللائن في القوانجل. بيمثل بيه الكوانجل. فبيقولك هنا بقى يعني بنوجه نظر البيوميكانيكس. والكلام ده بيقولك ان القوانجل بتاع الكوادرسيبس دايما عاك يعني ان الكوانجل الكوانجل بتعملك الكوادرسيبس بتعملك الكوادرسك. أو صنيتصرت يعني بيقول لك يعني ايه بقى كلمة ركز كده في الكلام دايما احنا عارفين القوس والسهم والكلام ده كله فبيقول لك ان ده نفسه هو جسم القوس اللي وهو الخشب بيتعامل من خشب مسلا. لكن ده هو الخيط اللي بيتحط في القوس. فبالتالي قال لك الخيط ده بيبدأ ان هو يتشد معايا. فبالتالي لو تشد في ناحية لو انا شدته الورا مسلا اكيد هتحرك له قدام. فقال لك نفس الموضوع اللي بيحصل من هنا. شايف انت الخط المنقط الموجود من هنا ده. قالك ان الخط ده هو جسم القزة نفسه اللي بتعمل من الخشب. وبالتالي ده اللي بالاسود اللي انت شايفه ده دعا نكبر كده شو عشان الموضوع يبقى واضح اكتر. قالك تعال كده بص على الخط الاسود اللي احنا شدينه ده والسهم ده. السهم ده كأنك بالزبط بتضرب سهم من القوس. قالك انت بتشد اللترال ده اللي هو القتل من هنا دي. زي ما انت شايف اللي هو كل على البتلة. وبتلاحز هنا فعلا انتجاه السهم اللي موجود معك من هنا هو نفس اتجاه ان هي دايما بتشير لاتجاه اللترال. فبالتالي دايما بتلاقيها موجودة الناحية دي. وبالتالي دي هنا الفيبيولا يبقى اكيد ده لاتجاه اللترال. فبالتالي ده اللي احنا كنا عايزين يتكلم فيه دلوقتي بالنسبة للموضوع ده. بيكلمك بعد كده عن ان دي بتبقى موجودة في البتلة. وبتبدأ ان هي دايما تديني ايه للترال بول للكوادراسيبس بتوماسي اللترال بتاع الكوادراسيبس زي ما لسا اعيلين من شوية فبعد كده بيقول لك ان لو فيه دي كبرت زيادة عن اللزوم بيقول لك دي عبارة عن قال لك طب ما احنا كلما كبرنا كلما زودنا وبالتالي زودنا ال الاترال بول نفس الكلام اللي احنا اعيلينه من شوية. فبالتالي بيقول لك اللو زادة دي تد ان هي تزود لك يعني قدرة او ميلان البتلة ان هي حصل لها فيركز دلوقتي في الكلام ده علشان الكلام ده بيلا اخبر. فبيقول لك دلوقتي ايه من الكلام ده تحكين لوانه بلون مميز? بيقول لك ايه بقى? بيقول لك ان دي عندها تندنسي او قدرة عالية جدا ان هي تعمل لك البتلة طبعا بيقول لك واحد هيسألني ويقول لي مش انا كده بزود الاريا لما ودي البتلة هقول لك هنا في حالة ان انت لما تزود دي مش حالة طبيعية. دي كده مش نورمل خالص دي عبنورمل. انت كده سبعين في المية هنا وتلاتين في المية هنا. لما تزود تبقى محمل السبعين في المية هنا بس. وكاينك لغيت اللي خالص. وبالتالي كده هيكون انت اقللت الكنت اكتريا. كانت مية في المية انت خلتها سبعين في المية. وبالتالي لما تقلل الكنتكتريا وتعملهاotyوس تبدأ ان انت تزود الايه? تزود طبعا وتزود زي ما هو ايه لك من هنا. زي ما قلت لك دي كده على انت زودت اللون على اكتر من الميديا لو بالتالي فعلا هيبدأ ان هو يجي لك اه ان عندك او هيكون عالي جدا. وتكون قللت الكون تكتيرية. وكمان تبدأ ان انت تعمل تلات حاجات دول مهمين جدا. ان انت تحفظهم وتعلمهم كويس. ادي هنا اللي قلنا ان هي بتتكلم على اه عوامل مباشرة تؤثر لك بعد كده دايما على الباتلة بشكل دايرك. دلوقتي بقى هناخد يعني عوامل كده مش بتؤثر بشكل دايرك لا بتؤثر بشكل دايرك. فبيقول لك دي مسلا بتبقى حاجات لها علاقة او البونز او بتاعت بتدى تؤثر لك على الباتلة او بشكل دايرك زي ما هنشوفها بعد شوية. بيقول لك طب انا عايزك تكتب شوية كلام هنا زي مسلا ان بتبقى عبارة عن اه او معنى ايه الكلام دا? تعال كده مسلا نشوف من هنا. زي ما قلنا وزي ما هنقول وهنعيد تاني الموضوع. ان دايما عندك قوة من فوق وقوة من تحت. لو قللت الزاوية ما بينهم دا يبدأ يزيد. لو انت خدت اللي موجودة من هنا وروحت محركها في دا. طب دي كده اسمها ايه لو ان حركت الباتلة كده? يبقى انا خدتها في طب الابدكشن فورس دي اسمها ايه? ما هي دي ان هي ممكن تتبدأ ان هي الزاوية طبعا تقل لاترال. وبالتالي لما تقل الزاوية هتبدأ ان هي تزود لك اكتر واكتر وبالتالي تزود لك بتاع الباتلة. فبالتالي دي نقطة من طبعا. بعد كده في نقطة تانية هتبدأ تلاحظها في ان ممكن يحصل عملية كده اسمها آآ يعني ايه معنى الكلام ده? يعني بكل بساطة هتجيب النك بتاعت الفيمر اللي موجودة من هنا دي. وتقوم حركها لقدام شوية. فبالتالي ايه اللي يحصل لما تحركها لقدام? حاول تفترض معايا ان ده الاسيتابيولوم الموجود من هنا. وبالتالي كده موجود معنا كويس جدا. قال لك طب انا بقى وراح ترخدت له النك دي وراح تحركتها لقدام بالشكل ده. فبالتالي ده معناه ان الموجودة من هنا طالت لقدام. تقدر ان هي تستحمل حاجة زي كده. وجسمك هيبدأ ان هو يتعرض. فبالتالي تتعامل ازاي مع موضوع زي كده? هتبدأ ان انت تاخد دي او وتمرجعها الورى. فبالتالي انت كده عملت ايه في الفيمر? عملت للفيمر. طب ده كلام ده هينتج عنه ايه من تحت خالص كده لو جيتشوف. هتعمل في الفيمر دي. فبالتالي كأن البتلة لفت لترل. وهي مش هتلف لترل بس كأنها عصلت كده. ليه بقى لان البتلة لو لفت لترل. هتلاقي فعلا ان الحتة دي بتطلع لقدام. تمام? والحتة دي كده بترجع الورى. فبالتالي نفس الموضوع. لو الفيمر لفت كأن بالزبط لفت. فبالتالي لا يحصل لتبيا ده. هيبدأ ان هو يعمل لك يبقى يزود لك من هنا. ويبدأ ان هو يزود لك ان تروح في ده. وبالتالي فعلا يبدأ يزود لك اكتر واكتر. ليه بقى لان بتاعك هيبدأ يتسحب ده كده يا بص مسلا. هتبدأ ان ان انت تاخد تبيا وتبدأ ان انت تلفها في ده. فبالتالي لو خدت برضو امتداد للخط بتاعك من هنا كده هوا. هتلاقي ان انت فعلا عندك الزاوية بتاعت الكيو انجل بدأت ان هي تزيد اكتر واكتر كل دي هتبقى كيو انجل. وبالتالي فعلا بتاع التبيا اللي حصل بسبب بتاع الفيمر بدأ ان هو يزود لك الكيو انجل فعلا وبدأ ان هو يزود لك لو ما فهمتش الجزئية دي حاول تعيدك محاضرة اكتر من مرة علشان الجزء ده مهم جدا ان انت تفهمه تمام? وكل الكلام اللي بنعمله ده في الشرحة سواء مسلا برنامج الاناتومي او الفوتوشوب او الرسم اللي بنعمله ده هدف منه انت تبقى فهم المعلومة كويس وراحها منين وجاية منين. علشان حتى لو نسيتها في الامتحان تقدر انت تستنتاج عن اللي انت فهم كويس. فبالتالي دلوقتي بقى عايزين نتكلم على شوية عوامل. برضو تكتبها عن الباتلوفيمر الأرثرايتس. يعني يحصل لك في المكان ده. والمعروف طبعا باسم تاني مشهور طبعا كلينيكي ان هو فبالتالي ايه اسباب الكهيم كتير ده ممكن يبقى ست اسباب. فحاول تكتبهم بقى في الاية تادي من هنا او في الاية تادي من هنا اي مكان او ما بين صلاي دين يعني فبالتالي اول سبب فيهم اللي هو فبالتالي يعمل للفيمر وبالتالي كأن للفيمر كده كأنه عمل تليف كده ميدين وبالتالي دي كده تلف فبالتالي يزود لك وبالتالي فعلا يعمل لك بعد كده تاني سبب او تاني حاجة بيقول لك ان هي عبارة عن ببين البتلة ومبين الفي مغدال بتاعها اصلا بعد كده اقم تلاتة قال لك ان النية ممكن تبقى ممكن تبقى بسبب ايه مسلا ان الشخص ده ماشي فبالتالي ده معناه ان هو فبالتالي ده بيكون يكون بأسباب كتيرة تلت اسباب برضو عايز تعرفهم لانه ممكن يكون عنده مش عارف يعمل او يفرد خالص ممكن يبقى عنده برضو في فبالتالي بتبدأ ان هي تشتغل عن نيجوينت تبدأ ان هي تعمل فبالتالي ممكن الشخص ده يبدأ ان هو يمشي دايما في الفوت وكمان يبدأ ان هو يمشي بني فليكشن علشان فيه في فبالتالي ممكن تالت سبب ان هو الشخص ده يكون عنده مسلا راماتويد ارترايتس والكلام ده كله فبالتالي بيكون برضو بتؤدي في النيجوينت وبالتالي بيمشي برضو في النير من فبالتالي تجيب له برضو كوندروماليجيا بالتالي بيقول لك رابع حاجة بيقول لك ان في فبالتالي لو شفنا من هنا مسلا قال لك ان من هنا بتبدأ ان هي تعمل لك من هنا زي ما انت شايف. بيقول لك برضو ان ممكن يبقى فيه فعضلة مسلا من هنا اللي هي فتعمل لك البتلة هيقلل زي ما قررنا من هنا وبالتالي لما يعمل لك من هنا من هنا السبعين في المية شغالة ويلغي لك التلاتين في المية خالص وبالتالي يعمل لك اكتر وبالتالي ده معنا ان البتلة هيبدأ يجي لها بعد كده خمس حاجة بيقول لك ان في في الباند من هنا على حسب بقى المسامة بتاعه بيقول لك برضو لو زاد يبدأ يزود لك وبالتالي يبدأ يزود لك البتلة رشفت دلاترالي بعد كده بيقول لك ان ممكن يكون اخر حاجة معنا ان انت عندك اكتر من وبالتالي فعلا برضو هيجي للك الزاوية لما بينه القوتين وبالتالي يزود لك بين البتلة من ناحية دي وبالتالي كل العوامل دي تدى يتأثر لك على البتلة زي ما انتو شفت من هنا وتعمل لك كوندروماليجيا وبالتالي اي عامل بيبدأ ان هو يزود لك اللاترالبوسترنج فورس غالبا هيبدأ ان هو يعمل لك ايه كوندروماليجيا في الجوينت اللي موجود معك من هنا ويقول لك انه بقى حاجة كمان وتركز في التفاصيل علشان دي ادق التفاصيل هيبدأ يلعب لك فيها في الامتحان بيقول لك في ريز في اللاترالفاسد خلي بالك لما تسمع كلمة ريز في اللاترالفاسد يبقى ده على طول ميديال ترايكينج البتلة ليه بقى بيقول لك ان في ريز في اللاترالفاسد فين ده ميديال وده اللاترال فبالتالي بيقول لك في ريز في اللاترالفاسد ده يعني السمك بتاعه زاد للضعف يعني مسلا بيقول لك لو انت نايم على ظهرك مسلا يعني بيقول لك انت حاطت هنا ده ورى ظهرك مخدتين. في اللترل ناحية اللترل مسلا وحضت هنا مخدة واحدة بس يبقى انت هتقع عن ناحية انه مخدة اكيد هتقع عن ناحية المخدة الوحدة. لان انت هنا رفع نفسك زيادة عن اللزوم. بالتالي هتقع عن ناحية الاقتة الاكثر انخفاضا يعني. فبالتالي بيقول لك هنا يبقى فيه غزد في اللترل فاسد بتاع اللي موجود معك من هنا. فبالتالي ده معنا ان المنطقة دي زاد سمكها جدا. فبالتالي اكيد هتروح تميل ناحية الناحية اللي فيها سمكها اقل. فبالتالي فعلا هيبدأ ان هو يدي لك ميديال ترايكينج للباتلة. ده خلي بالك غير اللي احنا قلناه من شوية اللي هو بتاع اللترل تروكليار جروف. فبالتالي تروكليار جروف زاد نفسه بيكون عميق في اللترل اكتر من الميديال. لكن هنا بقى بيكلمك على اللترل فاسد اللي اصلا موجود في الباتلة. مش موجود في الفيمر. دايما موجود في الفيمر. لكن اللترل فست اللي هو بيقول لك هذه ده ده موجود على البتيلة ذات نفسها اللي هو موجود هنا ده ده الوى السطح ده يعني. فبالتالة دي كده النقطة دي بتعمل بعد كده بيقول لك انه في بالتينيس تزود لك وهنا برضو بيقول لك انه حتبدأ انه تزود لك Till نبدأ للوقت نشوف الكلام الموجود معنا في السلايد ده بيقول لك انه فيه او تفاعل معنى اللي بتعملي بيقول لك بيقول لك اي العامل دي بتعمل لك دايما بتحرك لك البتلة على مستوى اللي موجود في الفيمر بيقول لك ان هي دايما العامل دي بتعمل للبتلة. ده الحالة الطبيعية بيقول لك او فتح لقوس كده قال لك ان هو ممكن تعمل للبتلة ده معناه ان اللتر الفاسد ده لو بدأ ان هو يزيد زياد عن اللزوم زي ما قلنا من هنا من شوية. هبدأ ان هو يزيد. فبالتالي العامل دي مش هتعمل لك للبتلة. وهتبدأ ان هي تتغير وتعمل لك ايه بقى? هتعمل لك للبتلة. له للحاجة جديدة بقى اللي انت ما مف organism تقع단ها. فبالتالي بيقول لك الفيمر تبدأ ان هتعمل لك مش مش لو في زيادة في لاترال اغتيكي الاغفاس. ابتالي هنا دايما كلمة دي بقى اصدهم بها السحب بتاع البتلة. مش دايما يقول لك لاترال بول وكل الارناقى. قبل كده يقول لك لاترال بول البتلة. طب ما عكس البول اللي هو السحب اللي هو ايه اللي هو ان انت تزوء الحاجة لو في مشكلة في اللاترال فاسد انه اكبر من فبيقول لك ان انت هتعمل للبتلة على طريق طبعا على على مستوى التروكليا وبروف الموجود في الفيمر. تمام دي كده النقطة دي بيقول لك بعد كده اذا بتلة جنرال للاترال اند ميديل. يعني اما هتعملها في البول او هتعملها في البوش. فبعد كده بيقول لك يعني الحاجة الطبيعية هتبدأ ان هي تتفاعل مع بعض. وانا نظر سو ذات ان البتلة هتبدأ ان هي حصل في اللي هي طبعا او او ركز بقى في النقطة دي على شاهد الدكتور ركز عليها لما يجي يقول لك ان في او في عملية في يقول لك ده هيبقى عبارة عن ايه دايما في يبقى ده معنا ان هو في فبالتالي يقول لك ان دايما بيكون عبارة عن يعني دايما بيكون في والأكستنشن. على عكس بتزدط التركينج هتقداني اللي هو اللاترال والميدى اللي هيبقى الانتكلم عليه دلوقتي ده كل عبارة عن تأسير قوة. فبالتالي دايما بيقول لك ان الميديا والا تراج بستيلا دايما ده بيكون تأسير او خلي بالك مش كيني ماتيك. فبالتالي ده معناه انه مو باي فورس فبالتالي وهم ضرران عن طريق الفورس وعن طريق الكينيتك. لكن دايما بيكون يعني ديرانج الموشان عشان كيناماتيك فيها حرف الام. فهنا بقى بيقول لك انثيري نفس الكلام اللي ارنامي شوية لبعض النظريات اللي بيشوفوه العلماء. ده معناه ان بتاعك يبقى موازي دايما ليه البتيلة طبعا. بيقول لك البتيلة يقول لك ان هيكون بيساوي ايه بقى? هيكون بيساوي الصفر. فخلي بالك من الكلام ده كله. هيقول لك لينير ولا كل لينير ولا الكلام ده ولا ديس لينير. فبالتالي خلي بالك ان هي كل لينير او ان هم على خط واحد بس او موزين لبعض. فبالتالي ده معناه ان لو دي الفوق ودي لتحت على طول فبالتالي دي هتضدي. لان دايما قلنا ان القوة اللي فوق نفسها القوة اللي تحت. فبالتالي دايما بيتلاقي ان القوة دي بتلاشي دي وبتساوي الصفر لو هما الاتنين كلينير او موزين لبعض. ده كده بالنسبة للنوطة دي. فبالتالي بيقول لك دلوقتي في حياة ممكن تبقى كونجينتال في النيجوينت ان يقول لك ان الميديا زي اللاترال بالزلط وهم الاتنين يكونوا بنفس الوزا بتاعهم. فبالتالي ده ممكن يؤثر لك على بتلا اكيد ده هيبدأ يؤثر لك على تمام? ده كده بالنسبة لكل النقاط اللي عايزين نتكلم فيها بالنسبة اللاترال والميديا والنقطة دي. على نشوف دلوقتي اللي موجودة معنا زي ما شفنا من شوية. فبالتالي بيقول لك ايه بقى فيها تعاقى نشوف بيقول لك ان بتاع بيقول لك ده بيتأثر بحاجات زي ايه بقى نفس الكلام اللي قلنا هنقيده تاني. بيقول لك انه ممكن يتأثر بحركات ممكن تتعملها في او حركات برضو ممكن تعملها في زي ايه بقى بيقول لك مش اناولنا فالجاس والفالجاس فورس او ما هو ده حاجة في فالتالي اثر لك على فش قلنا في حاجة في زي المسلا بتاع اللي هو كان اصلا نتيجة بتاعت الفيمر اللي كانت نتيجة فشفت اللفة دي عاملة ازاي فبالتالي خلي بالك ان هو بيختصر لك الكلام هنا اه لاقصى اختصار ممكن عشان تبقى ايه مسترجع الكلام كله اللي احنا شفناه هنا من البداية تمام دايما للفيمر يعمل لك كأنه يعني فبالتالي ده كله يبدأ ان هو يخلي لك البند من هنا يلف لك كمان من هنا وبالتالي الخط بتاعه من هنا يتعرض مع الخط اللي من هنا ويزود لك طبعا مين اللي موجودة هنا تمام ده كله مترتب على بعضه فبالتالي بيقول لك حاجة في الفرونتل او حاجة في الهورزونتل دايما مقتبطة بالبون آآ دي يعني بيقول لك يعني بيقول لك زي ما شفنا من تحت بيقول لك دلوقتي بقى يعني بالنسبة للمبادئ العامة للشخص الطبيعي النورمل دايما بيكون عنده علشان ديه في وكمان بتعمل برضو تمنع لك الزيادة اللي يقولنا بيحصل في الفيمر بيقول لك فبالتالي بيقول لك انه دايما ان الشخص اللي عنده الفاكتور اللي بتعمله للكلام ده كله بيكون دايما عنده ايه بقى يعني افضل او المسالي ده كده النقطة اللي احنا هايزين نقولها دلوقتي بيقول لك بعد كده دايما دي بقى اسمها اللي هي دايما بتحافظ لك على ان يبقاش في اي فرونتل او هوروزونتل بلين آآ اللايمن طبعا زيادة عن اللزوم فبالتالي بيقول لك ايه الفاكتورز اللي ممكن تنتج من الكلام ده كله لو لو جلوب الفاكتورز دي فيها مشاكل بيقول لك دايما بيبقى فيه عندنا العامل اللي بتؤثر مسلا في الفرونتل بلين اللي هي الاكسيسيف جينيو فالجس انجل او الاكسيسيف جينيو فالجم وكمان برضو بيقول لك ان هي الاكسيسيف اكستيرنال الفيمر بيقول لك ضائما دايما 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 يزود لك الدينة ده المشاكل بتحصل في اي يقول لك برضو ان الفيمر سلايت وقال دي بتلف ميديا للي PC بيقول لك تلف ميديا لل في الميدياال او او اكسيسف فالجس للنيف بالتالي العامل ده بيرمي على العمل ده وهم الاتنين بيرموا على بعض وهم الاتنين بي пару مشاكل بسبب ان ال suced والداية ليس تقنق بشاكل كويس ومعملتش resist ده كده النقطة بتاعة هنا طبعا بيكلمك على الشخص النورمل اللي هو موجود هنا في الشكل ايه والشخص اللي موجود في بيه فبيقولك ان الشخص ايه ده بيكون نورمل بيقولك يعني الشكل الطبيعي جدا للتراكيب اللي موجودة في النيجوين بيقولك ده الشخص الطبيعي اللي مايبقاش فيه اي مشاكل بيكون عنده وبسيط جدا زي ما احنا شايفين من هنا وبالتالي بتكون منطقية. وقليلة جدا عشان تعمل على العكس بالزبط في الشخص بيدة بيكون عنده وبالتالي دايما بيقول لك ان كان يزود له زي ما تشاف هنا زيادة عن اللزوم. وبالتالي بيقول لك ان دي ثيربي وبالتالي هيبدأ يزود له ويبدأ ان هو يزود له الاحتمالية بتاعت او للباتلة. يكلمنا دلوقتي بقى على لان عضلات دايما بتبدأ ان هي تعمل لك وفي نفس الوقت تبدأ ان هي تعمل لك سواء او اكسترنال فبيقول لك دايما العضلات كلها اللي بتعدي اوارا بتبدأ ان هي تعمل لك يعني تعمل في الني وكمان تبدأ ان هي تعمل لك قال لك اي عضلة قال لك اي وبالزبط اي عضلة ما عدا الجاسترو كنيميس. ليه بقى? لان الجاسترو كنيميس بيكون لها ميديا الهيد ولترا الهيد. فبالتالي الاتنين دول مع بعضها لما بيشترلو بيبدو ان هم يشغلوك لترا وميديا فبالتالي مش هيبقى فيه اي مساحة. ان احنا نعمل انترنال والاكسترنال روتيشن وهنعمل دي الني جوين ما يبقاش فيه طبعا اي انترنال او اكسترنال روتيشن بالزبط في الجاسترو كنيميس. لكن اي عضلة تانية قال لك هتعمل الاتنين عادي هتعمل وكمان هتعمل تمام? تاني نقطة بقى بيقول لك فيها ايه بيقول لك ميني اف فونكشنز وفليكس وروتيتور مصل يعني الوظائف بتاعت الفليكس وروتيتور مصل دي بتتضح فين? قال لك تتضح فيه لما تيجي تمشي او تيري في مكان معين بيقول لك بزيت له هتعمل فتضح معك الوظائف بتاعت الفليكسور اندروتيتور لي مصل لان انت طبعا في تبدأ ان انت تعمل فبالتالي يبدأ ان هو يتضح معك الكنترول بتاع الحركات دي وبالتالي كمان لو انت هتعمل يتضح معك الفليكسور مصل بشكل اكبر فبالتالي بعد كده بيقول لك ان ه хن كنا مش بنتكلم على الحركة عادية ل احنا بنتكلم هنا على انت عايز تعمل او تحكم لحركة على الفيمر فبدأ معنا Ruth Invested وبالتالي بتحرك عليها التي بها في فبالتالي بيقول لك الخلي ماك بنتكلم على فليكسور مصل بيقول لك is accelerate or do accelerate during the swing phase during the walking or the hurry فبيقولك يما أنت بتعمل accelerate للحركة بتاعت التبع على الفيمر يما أنت بتعمل لها do accelerate during the swing phase فبالتالي الكلام دا تعرفه ازاي تعتقدها بس اللون مميز بقولك أن الجيت سايكل دايما فيها stensive phase وبعد كده بيكون فيها swing phase فبالتالي احنا بنتكلم على الرجل اليمين هنا كانت في البداية في stensive phase يعني لمسة الأرض في كل الحركات دية هنا بقى في مرحلة بري swing لانت بدأت تشيل رجلك من الأرض فاول ما تشيل رجلك من الارض تبقى في مرحلة السوينج فيز انت بكل بساطة شلت رجلك دي من الارض وبالتالي هتمرجحها في الهواء فبالتالي قالك ان فيه 3 مراحل من السوينج فيز فيه انيشيال سوينج وفيه ميد سوينج وفيه تير من السوينج ده طبعا تميدة للمحاضرة اللي جاية فبالتالي بيقولك ان انت في الانيشيال سوينج بتبدأ تعمل ايه قالك بتبدأ تاخد رجلك اللي كانت لمسة الارض هنا زي ما انت شايف وتعمل لها شوية نيفليكشن فبالتالي بدأ من انت هتعمل لها نيفليكشن يبقى هتشتغل معاك الفليكسور روتيتور مصل وتعمل لك اكسلغيت للموفمينت علشان انت في الانيشيال سوينج فتبدأ ان هي تشتغل ككونسنتر كونتراكشن وبالذات منه الهامسترنج طبعا فبالتالي بدأنا بنتكلم على الفليكسور روتيتور يبقى فيه من معانا غير الهامسترنج اصلا فبالتالي اكتر اكشن بيتضح معاك هنا هو ان الهامسترنج بتشتغل معاك خلي بالك او الانيشيال سوينج يما يقولك في الاسئلة عشان هيجي بالك في الامسي كيو هيقولك الانيشيال سوينج او الستارت بتاع هايقولك ان الهامسترنج والعدل بتاعت بتاعت الفليكسور روتيتور مصل بتشتغل ككونسنتر كونتراكشن بدأ بقولك كوينة بيعمل يبقى اكيد هتشتغل فبالتالي تساعده انه يعمل عشان يقدر انه هو يرفع رجله شوية كده من الارض ويعمل بعد كده عشان يقدر ان هو يعمل رجله في طب بالتالي انا قلت لك في البداية عمل طب اكيد في الاخر بصه وعمل ايه فرد فبالتالي ده معناه ان هو عمل او ده معناه ان هو عمل فبالتالي لما يعمل يبقى اكيد شغل عضلات اللي هي وشغل اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ان هو عمل لها دي للحركة بتاعتها وبالتالي بطق من الحركة بتاعت الاسمشن عشان دايما تكون ايه ما تعملش اكسنشن مرة واحدة كده لأ بيقولك ان بتاعك يتم على مراحل وبالتالي يكون في تأسيمة لالجيتس بتاعتنا من اول ستين لتلاتة وسبعين بقى كده سبعة وتمانين بعد كده مية في المية علشان يكون فيه وقت طويل الحركة بتتم فيه فبالتالي دايما ويكون فيه اكسل غيت ودي اكسل غيت زي انا شايفين من هنا ده كده بالنسبة للكنترول بتاعة دايما نركز ان الكنترول بدام تيبيا يابقى دايما انت خاص بالجيد سايكل الكلام بتاعك. بعد كاب بيقولك لو عايز تعمل العكس بقى عايز تعمل كنترول لفيمر على التيبيا استيوكاينماتيكس تعمل ايه بقى? ده معنا ان انت هتسبت وتبدأ تحرك عليها الفيمر. فبالتالي بيقولك كذا فبيقولك يعني دايما بتكون دايما بيكون حركة كبيرة جدا علشان دي طبعا فيمر على التيبيا ده حركة كبيرة جدا لان الفيمر طبعا اكبر من التيبيا. فبالتالي بيقولك ان الكنترول بتاعها دايما بيكون في التيبيا على الفيمر. فبيقولك التيبيا على الفيمر ديه حركة بسيطة والكنترول بتاعها برضو بسيط. قالك ايه يعني اشغل عضلات النيفليكسور ماصلز او النيفليكسور روتيتور قالك حيات بسيطة جدا لكن لما تعمل الفيمر على التيبيا دايما بيكون ده اكبر بكتير جدا ومور كومبليكس وطبعا لارجر ذان التيبيا على الفيمر. فبيقول لك ان الموصل بتبدأ ان هي تشتغل معنا بيقول لك يعني بتتحكم في خمس درجات من الحركة دي كده بالنسبة للسرتوريس. قال لك ان ليها في كنترول في وليها تلاتة بتتحكم بهم على الهيب جوين. ليبقى لان السرتوريس دي ما قلنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت ان هي موجودة لو انت جيت شفت بتاعها هتلاقيها من عزيز اللي هو وبتنزل لتحت فبالتالي ده معنا ان هي موجودة للهيب جوين هتبدأ ان هي تعمل لك هي تعمل لك فبالتالي بتعمل لك على الهيب جوينت وكمان بتعمل لك وبتعمل لك فبالتالي يقول لك ان دايما بيعمل والأب دكشن هيعمل وفي الني جوينت بقى لو جيت نزلت لتحت هتلاقيها بتعمل للني جوينت يعني فبالتالي موجودة تعمل فليكشن وكمان موجودة اه ميديالي فتعمل لك انترنال روتيشن فالفليكشن يعمل لك كنترول للاكستنشن وكمان الانترنال روتيشن هيبدأ انه يعمل لك كنترول للاكسترنال روتيشن ودايما كلمة الكنترول دي معناها ان احنا بنعمل و بنعمل دي اكسلغيت للموشن او بنبطأ الحركة علشان تكون حركة منطقية شوية وفي ملحوظات برضه عايزك تكتبها بقى من هنا او في السلايد اللي موجود من هنا ده تكتب دايما ان البيسيبس فيمورس ماسكة في الهيد الفيبيولا اللي هي الاترال يعني فبالتالي دايما بتعملك الفليكشن وذ اكسترنال روتيشن وعندك السيمي تندينوزيس والسيمي ممبرينوزيس وبعد كده الجراسيلس والسارتوريس كل الكلام ده بيعملوا فليكشن وذ انترنال روتيشن للنيجوين وطبعا كل الكلام اللي قلناه ده علشان شخص زي كده يقدر انه يعمل كنترول للحركات بتاعته دي كلها ويقدر كمان انه يعمل اكستنشن وروتيشن وكمان يعمل بعد كده زي ما انتشاف كده يوقف على ريكل واحدة وياخد الكرة دي مسلا من مكان معين زي كرة القدم الامريكية ويقدر انه يروح بيها المكان تاني يقدر انه يعمل كنترول للحركات بتاعته من غير ما يوعى مثلا او يعمل مثلا اكسلريشن للموشن لا دايما بيكون فيه اكسلريشن وفيه دي اكسلريشن اللي اتنين موجودين مع بعض انه بقى بيكلمنا على الماكسيمام تركيب روديوزد ان نيفليكسور روتيتور مصل فخلي بالك ان احنا في الاساس طبعا نتكلم على النيفليكسور مصل لكن بيقولك ان الاكشن الاضافي بتاعهم ان هما بيعملوا روتيشن فبيقولك ان الماكسيمام افورت بتاع العضلات دي بتاعت النيفليكسور مصل بتوين الخمس درجات لحد التسعين برجة فلو انت تفتكر برضو اللي كان موجود في الكستنشن كان نفس الموضوع بالزبط الماكسيم افورت بيبدأ من الخمسة وينتهى عند التسعين لان ده طبعا زي ما انت شايف من هنا بيكون اكتر حاجة في الماكسيمام منيه بيكون اكتر حاجة الخمس درجات ويبدأ ان هو يدي لها خمس درجات طبعا لو هو قريب من يبدأ ان هو يلف معك لحد ما يوصل ليه بيكون اقل ما يمكن بالنسبة للماكسيمام منيه ده كده بالنسبة لفليكسور تورك فبيقولك من خمس درجات كبير جدا لكن لما توصل للتسعين درجة لو ما توصل يعني لنهاية الموضوع بيكون اقل ما يمكن فبالتالي من خمسة لحد تسعين لان من الصفر لحد الخمسة بيقولك دايما ما تعتبروش حركة لان هو دايما بيكون مصحوب بحركات تانية فبيقولك بعد كده ان الماكسيمام او الانترنال مومنت ارم ده اللي هو ايج اه قالك يوز د باي النيفليكسور مصط اللي هي الهامسترنج اس جريتر زبتوين الخمسين لحد التسعين درجة من النيفليكشن وطبعا الكلام ده كله احنا مجمعينه في الجدول زي ما هتشوف بعد شوية فعلشان نسهل الافز بتاعه يعني واخر نقطة موجودة معنا في السلايد ده بيقولك ان النيفليكسور تورك اربور ديوز ده ايزومتريك لي يعني بيتم في حالة ثبات انه بدون تحرك من العضلات او بدون تحرك يعني من العضلات لكن في تنشن داخل العضل اللي هو ايزومتريك كونتراكشن باي ذا ماكسيمام اقفر طبقة اقصى قيمة ممكنة زي ما عضلات طبعا بيكون اكتر ما يمكن زي ما انت شايف من هنا لكن في حالة او دايما بتلاقي ان التورك ده قليل جدا اقل ما يمكن تمام ده كده بالنسبة للمحاضرة دي وبالتفاصيل بدايتها لو جيت بصيت كده في الجدول مسلا هتلاقي ان الجدول في كل الكلام اللي قلنا ده من خمسة لحد التسعين ده المكسيم بتاع النيفليكسور ومن اول خمسين لحد التسعين يا بص عفزهم سهل ازاي من خمسة لتسعين وهنا بس تحط صفر جنب الخمسة يبقى من خمسين لتسعين كل الكلام ده خاص بي بيقول لك ده بتاع النيفليكسور فبالتالي ده كده كل التفاصيل الخاصة بالمحاضرة الاولى طبعا اللي هي محاضرة